أعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي داخل جمهورية مصر العربية في كل مكان أهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة وبرنامجكم مدرسة على الهوى فيزياء الشعبة العلمية صف الثاني الثانوي في بداية حلقتي بنوى عن اعتذارنا لطلابنا الأعزاء طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم عن عدم بس برنامج مدرسة على الهوى تخصص مادة بيولوجي لظروف خاصة على أمل إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس المعات تتواصلهم مع المادة ودي فرصة طبعا لأعزائنا طلاب الصف الثاني الثانوي إن احنا النهاردة مع بعض ساعتين متواصلين إن شاء الله هنحاول نخلص فيهم المنهج بحيث إن الحلقة الجاية إن شاء الله يكون معنا فرصة كوية سنبدأ مراجعة وأسئلتنا طبعا إلى الله يخرج عنها الامتحان بشرف برضك النهاردة بتشرف بوجود زميل العزيز الأستاذ سعد عزهل معي أهلا بك دكتور وأهلا معنا الطلبة كلهم في مشارك الأرض وغريبها إن شاء الله النهاردة إن شاء الله حلقة جميلة هنكمل فيها من حيث انتهينا المرة الفاتت كان أستاذنا العزيز الأستاذ سعد المرة الفاتت وصل معنا لغاية المانومتر وكنا سيدنا البارومتر الزبقي بس علشان نقدر نديله قدره في الشرح هنبدأ به وندخل على بسكال وإن شاء الله المواقع المتحرجة عزيز الطالب إحنا دلوقتي بنتكلم على اختراع جميل جدا اسمه البارومتر الزبقي أو بارومتر تورشيلي يا طرق إيه الهدف من الاختراع الجميل ده وإيه استخداماته وإيه الفكرة العلمية بتاعته ده اللي أنا هاخدق معي فيه في عجالة سريعة مع بعض ندردش فيه مع بعض لو بصينا مع بعض على الشاشة بتاعتنا للمنظر اللي هو موجود معنا ده دلوقتي اللي بيمثل مكان خالي وموجود فيه هوا جوي طيب إحنا المفروض إن إحنا عايزين نقيس الضغط الجوي معنا على الشاشة بس اللي هي المنظر عايزين نقيس الضغط الجوي اللي هو موجود في المكان ده طب هو إيه الضغط الجوي أصلا وإزاي بتقاس ببساطة وزن عمود الهواء اللي فوق الإنسان لغاية الغلاف الجوي وزن عمود الهواء اللي قاعدته وحدة المساحات وارتفاعه البعد الرأسي من سطح الأرض إلى الغلاف الجوي طيب اللي هو بنمثله لو تخيلنا إن إحنا عندنا أنبوبة من الزجاج محاض بيها الهواء الجوي زي ده طب ده هنقدر نقيسه إزاي هنقدر نمثله إزاي طبعا كان الشيء صعب جدا فلا بد إن إحنا ندور على طريقة بديلة إن إحنا نقدر نقيس وزن الهواء ده أو بيبقى بيأثر بقوة ضغطة قد إيه وده اللي قام به علمنا الجديد الجميل تورشيلي يبقى لما نيجي نعرف مع بعض على المينوتر كده تعريف الضغط الجوي بنقول هو مقدار وزن عمود من الهواء مساحة قاعدته وحدة المساحات وارتفاعه من مستوى سطح البحر حتى الغلاف الجوي طيب راح عامل إيه بقى العالم ده فكر في حيلة جميلة جدا قال لك الهواء كسفته صغيرة جدا فبالتالي ارتفاع عمود الهواء هيكون كبير جدا لو أنا قدرت عادل عمود الهواء ده بعمود تاني من مادة كسفتها كبيرة جدا جدا فبالتالي هيكون الارتفاع اللي يحقق التوازن صغير فبالتالي بدأ يفكر في جهاز تورشيلي تعالوا لما نشوف فيديو جميل كده عن جهاز تورشيلي هو جايب في الأول أنبوبة ارتفاعها تقريبا متر زي ما أنتم شايفينها معانا كده على الشاشة وبدأ ينكسها في حوض به زقبق كلام جميل طبعا هنا في ضغط من الهواء الجوي على اليمين وعلى اليسار بيضغط لكن وزن عمود الزقبق أكبر من وزن الضغط الجوي فبالتالي هيبدأ الارتفاع بتاع الزقبق زي ما أنتم شايفين هيبدأ ينزل معايا ينزل معايا ينزل معايا بغاية ما يحصل توازن التوازن ده بيكون في المعتاد لما بيكون ارتفاع عمود الزقبق 76 سنتمتر يعني لما يرتفع عمود الزقبق 76 سنتمتر بيكون وصل إلى مرحلة الاتزان وبكده لما نقول مع بعض بقى أنا أقدر أقيس الضغط الجوي من خلال قيمة عمود الزقبق اللي بيعدله يبا إحنا عندنا تعارفين للضغط الجوي الضغط الجوي العادي خالص هو يقدر بوزن عمود الهواء الذي قاعدته بحدة المساحات وارتفاعه البعد الرأسي حتى الغلاف الجوي لكن إحنا عتدنا عليه بقى الضغط الجوي المعتاد وزن عمود من الزقبق ارتفاعه الرأسي 76 سنتمتر زقبق طب تعالوا ما نحسبه مع بعض كده لما نيجي نقول دي مثلا الغلاف الجوي لما نيجي نقول يسمع بعض هو ليس سيعتها تاني أهو لما نقول الضغط الجوي عند النقطة اللي هي إيه اللي انتوا شايفينها بيساوي الضغط الجوي بره يبقى الضغط بي إيه بيساوي روجي إيش زقبق طب كسفت الزقبق بكام؟ ب13,595 طب قيمة عاجلة الجاذبية بكام؟ بتسعى واحد وتمانين طيب عمود الزقبق بكام 76 من مية فطرع معايا 31 من ألف في 10 قس خمسة نيوتن على المتر التربية اللي هو بيساوي 31 من ألف بار اللي هو بيساوي 76 سنتمتر زقبق اللي هو بيساوي 1 اي تي ام يبقى ارجعوا لي كده طلبنا الأعزاء نقول ايه الفكرة العلمية التي بني عليها بارومتر زقبقي أو بارومتر تورشيلي هو تساوي الضغط عند جميع النقاط التي تقع في مستوى أفقي واحد طيب استخداماته ايه؟ اول استخدام تعيين قيمة الضغط الجوي عند نقطة في باطن سائل تعيين قيمة الضغط الجوي عند نقطة عند السطح الأرض رقم اثنين تعيين ارتفاع المباني أو الجبال ازاي بقى؟ لان وزن عمود الهوى بيتناسب مع وزن عمود الزقبق فكلما نرتفع لأعلى طبيعي ان وزن عمود الهوى هيقل لان انا برتفع يبقى ينظر على طول انخفاض عمود مين؟ الزقبق يبقى التغير في الضغط بتاع بارومتر تورشيلي بيساوي التغير في الضغط بتاع عمود الهوى فبالتالي لما نيجي بحزبة بسيطة كده مع بعض على الشاشة بتاعتنا بنقول ان فرق الضغط النقاص بالبرومتر بيساوي الفرق في الضغط مين؟ الجوي يبقى دلتا بيه هوا بتساوي دلتا بيه زقبق كلام جميل طب دلتا بيه هوا اللي هي مين؟ رو جي اتش هوا اللي هي بتمثل ارتفاع جبل بتؤسل ارتفاع مبنى طب ده هيساوي ايه؟ هيمثل رو جي اتش واحد اللي هو قراءة البرومتر اسفل المبنى او اسفل الجبل او عنده صفح الجبل ناقص اتش اتش اتنين عنده قمة الجبل وبالتالي بنطلع بمعادلة جميلة من خمس متغيرات احفظوها معايا تمام رو هوا دلتا اتش هوا بتساوي رو اتش واحد ناقص اتش اتنين زقبق مسألة جميلة كده مع بعض ونرجع لأستاذنا لأستاذ سعد يشرح لنا باستفادة بقى قاعدة باسكال طيب نقول دلوقتي المسألة معانا اذا كانت قراءة بارومتر او هي موجودة معانا على الشاشة الزقبقي عند اسفل جبل 75 سنتيمتر زقبق بينما قراءته عند قمة هذا الجبل تساوي 60 سنتيمتر زقبق فاذا علمت ان متوسط كسفت الهواء واحد وربع كيلو جرام على المتر تكعيب وكسفت الزقبق 13600 فاحسب ارتفاع الجبل أستاذنا أستاذ سعد عايزين نحل المسألة دي ببساطة لطلبنا الأعزاء تمام يعني حاجد دي مرة تانية كده نكتب ال H1 ال H1 75 سنتيمتر زقبق 75 سنتيمتر زقبق اللي قراءة البرومتر عند أسفل مبنى وال H2 60 سنتيمتر زقبق تمام وكسافة الزقبق 13600 تمام 13600 كيلو جرام لكل متر مقعب وعجلة الجاذب يا مش عاوزينها بالضبط في الناحيتين بالضبط ومتوسط كسافة الهواء كام واحد وربع كيلو جرام تمام واحد بوينت اتنين خمسة كيلو جرام لكل متر مقعب هنا زي ما حدك تفضلت وانا مشكو حدك جدا على شرحك الوافي رب نيازم للبرومتر احنا هنقول يا شباب H0 هتساوي H1 ناقص H2 في رو حيث ان H0 دي تخص الهواء زي ما الدكتور محمد تفضل H1 دي قراءة البرومتر عند سطح المبنى او اسفل او عند سفح الجبل الـ H2 قراءة البرومتر عند ارتفاع معين والرو دي تكسافة مين الزئبك هو الراجل هنا طالب مننا ارتفاع المبنى يبقى الـ H دي مجهولة ليرتفاع المبنى متواصل كسافة الهواء 1.25 من مية قراءة البرومتر عند سطح الارض 75 سنتيمتر زئبك يبقى O.7 عشان الارتفاع اليمنى التانية يطلع بالمتر تمام نقص الى جانب ان الكسافة بالكيلو جراب لكل متر مقعب يبقى لازم يكون عندي في تكافئ في الوحدات كراءة البرومتر عند قمة الجبل او ارتفاع المبنى اللي هي 60 سنتيمتر يعني 6 من 10 متر كسافة الزئبك 13.600 ده ده الهواء اه الزئبك اه اه كسافة الزئبك ايوة يبقى انا كده بمعاملية جابرية بسيطة اقدر اجيب ارتفاع المبنى بالمتر عشان كده نقدر نقول يا شباب البرومتر ده جهاز بيستخدم اول حاجة في قياس الضغط الجوي اتنين قياس ارتفاع مبنى قياس ارتفاع جبل قياس ارتفاع بورج الى اخره طيب ممكن اسألك سؤال هو الدكتور محمد دلوقتي قال ان احنا هنستخدم انبوبة برومترية طلها واحد متر طيب لو انا استخدمت انبوبة طلها 76 سنتي اه نتوقع ايه نتوقع ان فراغ ترشلي هيصبح مساوية للسفر يروح سأليني سؤال متى يصبح فراغ ترشلي مساوية للسفر هنقول عند استخدام انبوبة انبوبة ارتفاعها الرأسي 76 سنتي تمام اوكي طيب دلوقتي لو طلعت الفوق الضغط الجوي هيقل يبقى ارتفاع الزئبك هيقل يبقى فراغ ترشلي هيزيد يبقى فراغ ترشلي هيزيد فييجي لك سؤال في الحتة دي كويس اوي ماذا يحدث لفراغ ترشلي عند الارتفاع بمرومتر الى اعلى جبل يبقى يزداد حجم فراغ ترشلي طيب ليه تفسير لان كلما ارتفعنا لاعلى بيقل الضغط الجوي فيقل وزن عمود الزئبك الموازي فيزداد حجم فراغ ترشلي طيب ملاحظتين مهمين كده نقوله من الطلبة فضل وقبلها المسألة ديت لما نبص على الشاشة كده الناتج بتاعها زي ما الاستاذ سعد تفضل وحلها احنا عندنا على الشاشة طلع معانا لاتش الجبل ب1632 ركز معا معي في كذا ملاحظة حلو قوي اعتبرها بقى مراجعة على فراغ أو على ترشلي بيقول اول سؤال بيستخدم الزئبك كمادة بارومترية علل ليه الزئبك كمادة بارومترية بيقوله ان كسفت الزئبك كبيرة وبذلك يكون ارتفاعه مناسب لطول الانبوبة حيث العلاقة العكسية بين الارتفاع والكسافة واحد طالب يقولي طب ليه ما بنستخدمش مية لا يصلح الماء بدلا من الزئبك في البرومتر ما احنا قلنا كسفت الماء قليلا يبقى الارتفاع كبير قوي هيبقى اكبر من 10 متر فبالتالي لان كسفت الماء صغيرة جدا بالنسبة لكسافة الزئبك لذا فعند استخدام الماء نحتاج الانبوبة يزيد طلها عن 10 امتار في ملاحظات جميلة بقى هنا عايزين نقولها تعتمد قراءة البرومتر على مقدار الضغط الجوي الواقع على سطح الزئبك فقط ولا يعتمد بدوره على لا المساحة بتاعة الانبوبة بتاعة المقطع بتاعة الانبوبة الترشيلي يعني لو هي مساحتها زادت او قلت ده بيقصرش على الاراية اللي بيقصر على الاراية بس ايه رقم واحد الضغط قيمة الضغط عند النقطة طب الضغط بيساوي ايه افتكر معي رو جي اتش هو يبقى بيعتمد قراءة البرومتر على ايه قيمة الضغط والتي بدورها بتعتمد على متوسط كسفة الهو كل ما تزيد كل ما الاراية تزيد طب رقم اثنين الارتفاع عن سطح الارض يبقى كل من ارتفاع الاعلى زي ما قلنا من شوية يبقى الضغط هيقل لان وزن عمود الهوى هيقل فبالتالي الضغط بتاعه الموازي بيقل طب رقم 3 ايه كمان قيمة عجلة الجاذبية وان كان تأثيرها صغير مش بيبانق اللي عند الارتفاع الكبيرة وما تنساش رابع حاجة معانا درجة الحرارة لان كل ما بتزداد درجة الحرارة خدنا في الكسافة ان الكسافة بتساوي الكتل على الحجم فبالتالي كل ما درجة الحرارة بتزيد الحجم بيزيد فالكسافة بتقل نلخصهم كده مع بعض نقول اللي بيعتمد عليه ارتفاع النقطة عن سطح البح اكتبوا ورايا بقى كسافت الهواء الجوي واخر حاجة عجلة الجاذبية الارضية وان كان تأثير زي ما قلنا قليل لكن لا تعتمد القراءة على لمسحت مقطع الانبوبة الماروترية ودي جيلك بقى في الاختيار كتير انبوبة كبيرة زادت طب الارتفاع حيتميه سابت هيظل سابت ولا طول الانبوبة او طول الجزء المغمور منها انا هي من الارتفاع الرأسي 76 من سطح الزئبق لغاية اعلى نقطة قبل فراغ ترشيلي ولا طبعا تعتمد على حجم فراغ ترشيلي اي اضافة اساس ساعدة في البرومتر لا انا بشيء حرف جدا والله يحضرك يعني اشرحته بتفصيل مملي يعني ولكن طبعا البرومتر كده يعتبر خد حق وزيادة ولكن انا بس يعني ايه كان حضرك تفضلت لخصت الكلام عن طريق واحد اتنين تتربعة اللي هي طول الانبوبة والارتفاع ودرجة حرارة طبعا الضغط الجوي بيساوي الضغط عند روكت في بطن سائل اللي هو زي ما حقلت يبقى الضغط عند روكتة في بطن سائل بيتوقف على العمق والكسافة وعاجة الجاذبية ودرجة الحرارة مش موجودة في المعادلة عندنا ده معناه ان الضغط الجوي او لا يتوقف على مساحة مقطع الانبوبة زي ما حقلت فضلت وفقا للعلاقة البي بتساوي يجيله كتير جدا في الاختياري في المرابعات خد بالك يجيب لك كده يقول لك انبوبة انبوبة برومتري لما يتزيد مساحتها فان قيمة الضغط الجوي تزداد ولا تقل ولا تظل سابتا دايما طبعا قولنا تظل ايه قطعا يعني يصل ماذا يحدث لو زارت مساحة مقطع الانبوبة البرومترية للدعف ماذا يحدث لارتفاع الزئبك داخل الانبوبة البرومترية هيظل كما هو لان الضغط لا يتوقف على مساحة مقطع الانبوبة حتى كمان ممكن يجيب لك رسمة انبوبتين انبوبة رقصية كده وانبوبة مائلة يعني هي من الارتفاع الرقصي 76 فهتلاقي دي كلها مليانة بالزبق ودي فيها فراغ فيقول لك ليه الفراغ ده موجود لا ايه من الارتفاع الرقصي ده اللي بعانيه في القراءة اللي هو 76 اما انت لما املتها ده من احدى الطرق برضك ان انا ممكن اتخلص منها من فراغ ايه ترشيلي بحيث يكون الارتفاع الرقصي بتاعها 76 يعني حضرتك عاوز تقول ان يصبح فراغ ترشيلي مساوي للسفر في عدة حالات الحالة الاولى عند استخدام انبوبة بارومترية طولها 76 او اقل من هذا حاجة التانية امالة الانبوبة عن حد معين الحاجة التالتة اللي احنا ممكن نضفها لأدناء للطلبة ان لو خدت البرومتر وانزلت في قاعة بحر او قاعة محيط كلما هبطنا الاسفل يختفي فراغ ترشيلي كليا ودي قلناها بردك طيب ماذا يحدث بالنسبة لارتفاع عمود الزئبق عند النزول ببرومتر في منجم مثل ما تنزل منجم طيب ما وزن عمود الهوى بيزيد يبقى وزن عمود الزئبق هيزيد يبقى هيزداد الزئبق ويقل حجم فراغ ترشيلي خلينا يوصي الساعدة بقى ندخلهم في المواقع المتحركة ونددأ بالصريان الهادئ طيب وقاعة باسكال قاعة باسكال صادحنا نسيناه ندخل في قاعة باسكال تمام قاعة باسكال من القواعد المهمة جدا اللي احنا بنستخدمها كتير جدا في التطبيقات العملية زي اللوادر زي الحفارات الآخره زي الكوريك بتالعربية بيتلاقي مثلا شاب صغير كده في مرحلة الإقدارية ولا حاجة العربية عطلت منه وماشي عاوز رفع العربية بيجيب كوريك بيمسك يد كده بيضغط بقوة صغيرة بتلاقي العربية بتترفع بنراف محط البنزيم لغسل العربية بتلاقي حاجة بسيطة كده بأي ضغط كده بسيط بتلاقي العربية ارتفعت ده معناه انه بيأثر بقوة صغيرة بتنتق قوة كبيرة ده فكرة عمل المجبس الهايدروليجي اللي هو فكرة عمله بتعتمد على قاعة باسكال قاعة باسكال يا شباب بتقول ايه نص القاعة نص قاعة باسكال قاعة باسكال بتقول عندما يؤثر ضغط الماء على سائل محبوس في اناء فان الضغط ينتقل بتمامه الى جميع اجزاء السائل ثم الى جدران الاناء الحاوي يعني ايه لو انا جبت سائل ما ادي حد زجاجي ودي السائل اهو وروح تجايب مجبس قابل للحركة مجبس قابل للحركة اهو وبعدين هاجي على المجبس ده واجي عند نقطة معينة هنسميها نقطة اكس بصوا معايا للشكل كده هنقيس عندها الضغط تمام الاكس ديت بتقع على ارتفاع اتش من المجبس القابل للحركة تمام عاوز اجيب الضغط عند اكس الضغط عند اكس هيساوي في هنا فوق ضغط جوي مؤثر يؤخذ في الاعتبار لها دكتور محمد لان المجبس قابل للحركة لكن لو الاناق محكم الغلق هيبقى الضغط الجوي المؤثر على قاع الاناق بسفر بالضبط لكن هنا المجبس قابل الحركة طالب يبقى الضغط الجوي يبقى الضغط الجوي يؤخذ في الاعتبار يبقى الضغط عنده نقطة اكس هيساوي الضغط الجوي زائد اتش رو جي حيث انه الاتش رو جي دي بتاعت السائل حلو طب روحت انا جاي بسكل اخر وجيت وضعته على المجبس القابل للحركة انا هضع سكل ما السكل ده شباب هيعمل ايه هيعمل فرق في الضغط هيضغط بقيمة معينة لانه هيأثر بقوة على مساحة تعادل وزنه طبام يبقى الضغط عنده نقطة اكس في هذه الحالة هتساوي الضغط الجوي زائد اتش رو جي للسائل زائد الفرق في الضغط اللي هو الناتج من السكل اللي احنا هنسموه الدلتا بي طب لو جبت سكل تاني الضغط هيزيد طب لو جبت سكل تاني الضغط هيزيد بمقدار الفرق في الضغط ولكن هنلاحظ ان المجبس لا يتحرك ده معناه ان السوائل غير قابلة للانضغاط يسأل رسالة دكتور محمد يقول لعلل تطبق قاعدة بسكال على السوائل ولا تطبق على الغازات لان الغازات قابلة للانضغاط لا تستهل الجزء من الشغل المبزول للتغلب على الضغط على المسافات البيانية بينما السوائل غير قابلة للانضغاط فالشغل ينتقل بتمامه الى حال الضغط عشان كده دكتور يفضل استخدام سوائل خالية من الفقعات لان لو السوائل بقى فقعات هتاخد جزء جزء من الشغل حيضية عشان بتستغل في كبسة هذه او انضغاط هذه الفقعات الحاجة التانية عشان الشغل ينتقل بتمامه المجبس لقابل الحركة يبقى لازم اخلي الاحتكاك اقل ما يمكن ولو وصل صفر اه ميت فولو 14 هذه القاعدة تم تصميم جهاز مهم جدا 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 كلنا نستخدمه في حياتنا العملية اللي هو المجبس الهايدروليكي في صوره المختلفة تمام الاطباء بيستخدموه في الكراس الاسنان اطباء العيون الحفرات الى اخيره في البنزمات فرامل الهايدروليكية في العربية يعني الطالب ممكن يتخيل كده ازاي عربية تريلة كبيرة مثلا قائد السيارة بضغطة بسيطة جدا بدواست القدم يقدر يوقف العربية دي محدش تخيل الموضوع ده ازاي بيحصل فطبعا ده اللي هنشرحه بالتفصيل مع بعض في المجبس الهايدروليك يبقى المجبس يا دكتور بيتكون من استوانتين واحدة مساحة مقطعها صغير والتانية مساحة مقطعها كبير بهذا الشكل يتصلان معا بانبوبة افقية واعتقد كل ابنائنا الطلبة شافوه في معامل الفيزياء في المدرسة المجبس الاول او اللستوانة الاولى مساحة مقطعها A small اللستوانة الكبيرة مساحة مقطعها ايه كابتل اوكي وبعدين هنيجي نضيف سائل ما وقلنا يفضل سائل خالم الفقعات اهو اهو هنلاقي في البداية السائل هياخد مستوى افق واحد لان جميع النقاط الواقعة في مستوى افق واحد متساوية في الضغط هنيجي هنا اللستوانة الاولى مزودة بمجبس هنأثر على هذا المجبس بقوة قدرها F small هذا المجبس هيزيح المية ويتحرك لأسفل مسافة قدرها Y واحد المجبس التاني هيرتفع مسافة اخرى ولتكن Y اتنين اهي يبقى انا هأثر بقوة صغيرة على مساحة صغيرة هينطق ضغط يطلق عليه باسم الضغط على المجبس الصغير الضغط ينتقل بتمامه وفقا لقاعدة باسكان هينطقل بتمامه الى جميع اجزاء السائل ثم الى جدران الالحاوي ثم الى المجبس الاخر فهتنتق قوة كبيرة يبقى الضغط هينطقل بتمامه ده معناه ان الضغط على المجبس الصغير لازم يساوي الضغط على المجبس الكبير اذا انتقل بتمامه يبقى بي صغير هتساوي بي كبير اي ضغط اي ضغط عبارة عن ايه دكتور قوة على مساحة حلو يبقى ف سمول على ايه سمول هنعمل عملية تعديل بسيطة للمعادلة متقدم على مقدم تمام اف كابتل على اف سمول هتساوي ايه كابتل يبقى انا بزلت شغل بالضبط الشغل اللي انا هبزله على المجبس الصغير هينطقل بتمامه هينطقل بتمامه الى المجبس الكبير لان الطاقة او الشغل لا تفنى ولا تستعرسم العدم واحنا افترضنا ان المجبس اللي معانا مجبس مثالي يعني السائل خال من الفقهات ركز الحاجة التانية قوة الاحتكاك منعادلة منعادلة في هذه الحالة نقدر نقول ال W1 هتساوي ال W2 ال W1 الشغل المبزول على المجبس الصغير تمام يبقى ف سمول Y1 الشغل الناتج من المجبس الكبير هيساوي F Y2 هنعمل عملية تعديل بسيط للمعادلة وهنقول تمام F على F هتساوي Y1 على Y2 نقدر نقول ايه انا هستفيد ايه من المجبس هقصر بقوة صغيرة هتم تقوة كبيرة النسبة بينهم يطلق عليها باسم الفائدة الآلية للمجبس اللي احنا بنرمز لابر الرمز ايه تا هنتا ايه تا بتساوي F كابتل على F سمول هتساوي ايه كابتل على ايه سمول هتساوي ايه اسمها ايه يا شباب بساحة المقطع بي ايه aspects حلو يبقى化 ار تربيع مع powers rig مربع كبير إلا مربع نصف كبير مربع كبير مربع 很ف cores Uh الان الإعلاقة بين أنصف الأقطار هي نفس الواقع بين الأقطار نسقطر كالقطر والقطر تمام ممكن أزوج كمان وي واحد وي اثنين تمام وي واحد على وي اثنين بس هنا خليك حذر القوة الضاغطة القوة الناتجة من المكبس الكبير أكبر من الصغير ده معناه البسط أكبر من المقام يبقى في الحالة الأولى F capital F small A capital A small R تربيع capital R small D تربيع capital على D تربيع small البسط أكبر من المقام يبقى الفائدة القليل المكبس أكبر من الواحد إلى جالب المسافة التي يتحركها المكبس الصغير أكبر من المسافة التي يتحركها المكبس الكبير المسافة التي يمشيها المكبس الصغير هي بتاخد نفس الزمن اللي بيمشي فيه المكبس الكبير بس سرعة بس المسافة التي يمشيها المكبس الصغير أكبر من المسافة التي يمشيها المكبس الصغير أيوة تمام يبقى المسافة التي يمشيها المكبس الصغير أكبر من المسافة التي يمشيها المكبس الكبير في نفس الزمن ده معناه أن سرعة حركة المكبس الصغير أكبر من سرعة حركة المكبس الكبير تمام. في واحد على في اتني. تمام. يبقى في وان يبقى الايت اهيه? انت معايا. ورقة الديدة كبيرة بقى يا استاذ. انت معايا عشان بس نعلق عليها. هتساوي في وان على في تو. حيث ان الفي وان سرعة حركة المجبس الصغير الى سرعة حركة المجبس الكبير. وممكن اضيف حاجة جديدة يا شباب. ايه هي? ممكن احسب الفائدة الاية المجبس بحاجة تانية. حاجة موجودة في المعادلة اللي عندنا. ايه هي? هي الايتة بتساوي ايه? اف كابتل على اف سمول. طب ما هو المجبس بتحرك في نفس المكان. انا هضيف كتلة صغيرة. هتنتج كتلة كبيرة. يبقى الاف كابتل على اف سمول هقول بتساوي ام كابتل جي. على ام سمول جي. الجي هتروح مع الجي. يبقى الفائدة الاية المجبس. قتلة متلفعة بالمجبس الكبير. الى الكتلة المؤثرة على المجبس. ممتاز. ممتاز جدا يا دكتور. يبقى نقدر احسب الفائدة الاية المجبس بكم طريقة? واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة سبعة. يبقى اضر اجيب الفائدة الاية المجبس بسبع طرق. قوة القوة النتيجة من الكبير. على القوة المؤثر الصغير. مساحة مقطع الكبير عمسحة مقطع الصغير مربع نصف قطر الكبير إلى مربع نصف قطر الصغير مربع قطر الكبير إلى مربع قطر الصغير المسافة التي تتحرك المجبس الصغير إلى المسافة تتحرك المجبس الكبير أو سرعة حركة المجبس الصغير إلى سرعة حركة المجبس الكبير أو الكتلة المرفوعة بالمجبس الكبير إلى الكتلة المؤثرة على المجبس الصغير كم سؤال بقى مهمين كده علل على قاعدة بسكال لخصوا معايا كده ما بيخرجش بردك الامتحان عن واحدة فيهم السؤال الأولاني عد معايا لا تخضع الغازات لقاعدة بسكال بينما تخضع السوائل قلنا لأن السوائل غير قابلة للانضغات بينما الغازات قابلة للانضغات فتستهل الجزء من الشغل المبزول لتقريب المسافات البينية طب السؤال الثاني عند تحريك مجبس على كمية من الماء فإن المجبس لا يتحرك بنقول لأن السوائل غير قابلة للانضغات فيظل الشغل المبزول غير مؤثر طيب النقطة الثالثة ركز في دي يمكن باستخدام المجبس الكبير رفع قوة أو كتلة كبيرة هنقول لأنه عندما تؤثر بقوة صغيرة على المجبس الصغير ينشأ عنها ضغط ينتقل بتمامه إلى المجبس الكبير وحيث أن المجبس الكبير مساحته كبيرة فتكون القوة الناتجة كبيرة على عكس المجبس الصغير ذات المساحة الصغيرة طيب واحد يقول لي طيب انت كده بتستخدمه في ايه في مضاعفة الطاقة والقوة ولا مضاعفة الطاقة بس والقوة لا ولا مضاعفة القوة والطاقة لا لا ركز في دي اوي المجبس الهيدروليكي بيستخدم في مضاعفة القوة ولا يستخدم في مضاعفة الطاقة وقلنا بيستخدم في مضاعفة القوة ليه لانك اثرت الضغط على مساحة صغيرة فالقوة صغيرة انتقل بتمامه الى مساحة كبيرة تكون القوة الناتجة كبيرة فيجيلك سيقول فيها علل شهير اوي لا تعتبر أو لا يعتبر المجبس الهيدروليكي خرقاً لقانون بقاء الطاقة نقول لأن الشغل ينتقل بتمامة وساسعة من المجبس الصغير إلى المجبس الكبير فلا يوجد مضاعفة للطاقة ولكن تزداد القوة نظراً لزيادة من المساح طيب في سؤال كمان نضيفه سؤال علل بقى احنا كل شغلنا لما بنشتغل نظري بنشتغل على الوضع المثالي زي ما اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت لكن لا يوجد مجبس في الكون كله نثالي بنسبة 100% يعني ما فيش مجبس كفاء تتصل إلى نسبة 100% طيب وده سؤال شهير أو علل لا يوجد مجبس كفاءته 100% بنقول بسبب وجود قوة احتكاك بين المجبس وقدران الإناء تستنفس جزء من الشغل المبزول وكذلك وجود نسبة من الفقاعات الغازية موجودة في السائل تستهلك أيضا شغل لتقليل حجمها وده اللي خلى الأستاذ سعد يقول معنا يفضل إن الزيت اللي يستخدم يكون خالم من الفقاعات لأن كل ما بتقلل الفقاعات بتقلل معاك الشغل المبزول المستنفذ فبالتالي الشغل يستطيع إنه ينتقل بتمامه نيجي هنا بقى نقطة جميلة طب كفاءة المجبس اللي هيدروليك هي بقى يبقى هي الشغل أو النسبة بينها الشغل الناتج على المجبس الكبير إلى الشغل المؤثر على المجبس الصغير يعني لو تأثرت بشغل مقداره 100 جول وليكن مثلا على المجبس الصغير استهناك لقيتهم 98 يبقى كفاءة 98 على 100% اللي هي 98% وزي ما قلنا لا يوجد المجبس كفاءته أبدا 100% اتفضل احناك عاوزة تقول إن كفاءة المجبس الهيدروليكي لا تصل إلى 100% لعدة أسباب السبب الأول وجودكوا احتكاك إن السائل به فقعات وبالتالي يبقى الشغل الناتج من المجبس الكبير أقل من الشغل المبزود على المجبس الصغير تمام طب تعالوا شباب نشوف مسألة بسيطة كده مع بعض للمجبس الهيدروليكي هنا وضعنا كتلة قدرها 100 كيلو جرام موجودة على المجبس الصغير على عمق 1.6 من 10 متر احنا عاوزين نحسب مقدار الكتلة اللي احنا نقدر نرفحها تمام مساحة مقطع المجبس الكبير 100 سنتي متر مربع مساحة مقطع المجبس الصغير 10 سنتي متر مربع احنا عندنا هنا انو التون دولت في مستوقفك واحد واحنا اتفقنا انو الضغط على المجبس الصغير بيساوي الضغط على المجبس الكبير هنا الاثنين الاستوانتين معرضين للهواء الجوي يبقى الهواء الجوي هنا في الحالتين رايح تمام حيولاش كل ما الاخر يبقى البيئة هتروح مع البيئة تمام يبقى الضغط على المجبس الصغير عبارة عن الضغط الناتج من القتلة اللي هي 100 كيلو جرام يبقى بيه هتساوي بيه بيه صغير هتساوي بيه كبير الضغط على المجبس الصغير عبارة عن F سمول على A سمول زائل الضغط عنده نقطة في باطن سائل عبارة عن H رو جي للسائل الضغط على المجبس الكبير عبارة عن F كابتل على A كابتل تمام طب هو مش مديني الF طب ما هو مديني حاجة تانية ايه هي الكتلة قدروها 100 كيلو جرام يبقى M G على A سمول زائد H رو جي هتساوي M كابتل G على A كابتل ممكن ابناءنا الطلب يقول لك ايه ايه مستر الجي هتروح مع الجي ما ينفعش لان هنا في جمع قال لك اعتبر ان عجلة الجاذبة الارضية في المكان ده عشر عشر متر على سنة تربيع يبقى انا هعوز في المعادلة تعويض مباشر الكتلة كام 100 كيلو جرام عجلة الجاذبية كاما دكتور عشرة عشرة مساحة مقطع المجبس الصغير بكام بواحد سنتيمتر مربع تمام يعني عشرة في عشرة قصة سلبة اربعة في عشرة قصة سلبة اربعة هتساوي زائد زائد الارتفاع واحد وستة من عشرة كسفت السائل ده قال لك الرو ليكويد بتسعمية تسعمية كيلو جرام لكل متر مقعب يبقى عوض هنا بتسعمية والجاذبية بكام بعشرة بعشرة هتساوي ايه المجهول الكتلة الكبيرة اللي هي باللون الاسمر الجيب عشرة مساحة مقطع المجبس الكبير بمية يبقى مية في عشرة وستة من أربعة بعملية جابرية بسيطة نقدر نطلع نقدر نجيب قيمة الكتلة هتساوي كام كيلو جرام هنقدر نحسبها كلنا قطلة مشاطرين هنجيب المجدد ده بالآلة والرقم اللي يطلع تضربه في المعقوس ودائما في النور ده من المسائل كمان بيركز على حت حلوة قوي يديك مثلا مكبس صغير مساحته واحد سنتمتر مربع مثلا ومكبس كبير مساحته مية سنتمتر مربع فإذا أسرت قوة مقدارها عشرة نيوتن على المكبس الصغير دي دايما بتيجي أوجد أكبر كتلة يمكن رفعها بوسط المكبس الكبير فالطالب يتخض أنا أجيب الكتلة إزاي؟ مبساطة F كابتل على F سمول بتساوي A كابتل على A سمول طب F كابتل إحنا سألنا كام M كابتل في G كابتل يبا إحنا عندنا مجهول واحد بس اللي هي كتلة اللي ممكن تترفع على المكبس الكبير حتة بردك صغير كده يقول لك إذا زاد أو مكبسين مثلا مكبس يدروليكي نصف قطر المكبس الكبير ضع في نصف قطر المكبس الصغير يبقى الفائدة الألية كام هل اتنين ولا واحد ولا أربعة ولا تمانية لا مدينة يا دكتور معيش تاني مكبس هيدروليكي تمام إيه تابع تساوي ها قطر المكبس الكبير مثلا ضع في قطر المكبس الصغير يبقى هنقول الديامتر اللي هو D كابتل دي تربية كابتل على دي تربية سمول D مش قطر المكبس الكبير ضع في قطر المكبس الصغير يبقى الدي كابتل هتساوي اتنين دي سمول Jupiter اوكي الفائدة بتساوي ايه دي كابتل تربية على دي سمول تربية ايوه تمام يبقى هتساوي الدي تربية اتنين دي كل تربية اوكي يبقى اتنين دي وكل تربية على دي تربية ممتاز تطلع أربعة حلو يبقى دي اتنين تربيع باربعة دي تربيع على دي تربيع هيتورو مع بعض يبقى النسبة كام اربعة يو واحد سواء في المجبس الهيدروليكي سواء عندك في الانبوبة ذات الشعبتين سواء عندك في البرومتر في الحاجات دي كلها يا جماعة قطر لما يزداد للضعف او نص القطر لما يزداد للضعف معناه ان المساحة بتزداد اربع امسال لان الايه بتساوي باي ارتربي كتير جدا من الامتحانات بيكون فيها الحتة الصغيرة دي اللي ممكن لو احنا تصرعنا نغلط فيها لكن لو اكيد لو مركزين بتكون درجة مضمونة المجبس الهيدروليكي فيه اي حاجة ممكن ندفع عليه كده طيب لما ندخل مع بعض في الفصل التاني من الباب التاني النهاردة اللي هو المواقع المتحركة في الفصل الاولاني كنا تكلمنا على المواقع اللي هي الغازات او السوائل بس في حالة ساكنة طيب لما يبدأ يحصل لها انسياب او سرايان اللي هو تحرك فبنكتشف ان احنا عندنا نوعين اثنين من السرايان او الانسياب يعني لما تيجي تحرك كمية من المياه في مقطع من موصل واللي يكون مثلا امبوبة او خرطوم من الماء يبقى انت عندك حاجة من الاثنين لو يحصل ما يسمى سرايان هادئ اللي هو مستقر اللي هو انسيابي اللي هو طبقي ليه اللي اربع مساميات ده وعلى العكس تماما سرايان اسمه سرايان مضطرق تعال اما امميز من ده وامميز من ده لكن نبدأ نقول اولا لو انا معايا مثلا قوب من الماء انت شايف ان الماء ديه طبقة واحدة لكن هي في الواقع عدة طبقات فوق بعضها جميع النقاط اللي تقع في مستقف واحد لها نفس الضغط فتمثل طبقة ثم يعلوها طبقة ثم يعلوها طبقة ثم يعلوها طبقة زي الصوابع بتاعتنا كده بالزبط تمام كده اهوت فبالتالي بالنسبة لأيدينا كده طبقة فوق طبقة فوق طبقة فوق طبقة فوق طبقة فوق طبقة تخيل ان ده ماء موجود في كوب طب لما ابدأ بقى يحصل له انسياب طبيعي ان الطبقة اللي فوقها هتنزل تلوها اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها هنا بقى الفرق لو كان الانزلاق بطاع الطبقات ده في نعومة ويسر وهدوء سميناه صرايان هادئ وده بيحصل عند الصراعات المنخفضة وبيحصلش في الغازات بشرط ان ما يكونش ده غاز طب لو حصل التراب بقى وده بيحصل عند الصراعات المرتفعة جدا بنسميه صرايان مضطرب بيكون مصاحب لنوع من انواع الفرقعة او نوع من انواع اصوات الضغيف يبا احنا عندنا دلوقتي تعرفين اتنين الصرايان الهادئ والصرايان مين المضطرب يبا الصرايان الهادئ ذلك النوع من الصرايان الذي تنسى في طبقات السائل المتجاورة في نعومة ويسر ويحدث عند السراعات المنخفضة لما تفتح مثلا حرفيت المياه في البيت عند سرعة منخفضة كده بتنزل المياه بنعومة لما تبدأ مثلا معاك قوب ماء وتبدأ تصبه كده في نعومة طب افرد انت معاك بقى خرطوم الماء وضغطت عليه اوه عشان يطلع سرعة كبيرة ممكن تسمع اصوات الاصوات اللي بتعبر عن الصرايان المضطرب اللي هو ذلك النوع من الصرايان اللي بيحدث عند السراعات مين المرتفعة طب نرجع للتصور اللي احنا عملناه بادينا ده لما قلنا السائل بتكون من طبقات لو احنا قلنا بين الطبقة دي والطبقة دي فيه خط بس وهمي مالوش وجود الخط ده بنسميه خط انسياب يبقى ايه تعريف خط الانسياب ايه خصائص خطوط الانسياب طب معاك قلت قبل حتى انتقل النقطة اليات حضرتك قلت دقاتي ان السائل هنسياب بسرعة لو السرعة زرت هيتحول السراعان الهادي الى صرايان مضطرب ده معناه ان عشان الفرق الجوهري بين السراعان الهادي والصرايان مضطرب هكش رحتها بالتفصيل لما السرعة السائل بتزيد عن حد معين يتحول السائل من السراعان الهادي الى صرايان مضطرب تمام تمام نرجع بقى للنقطة بتاعتنا ده يبقى انا هتكلم دلوقتي على حاجة ليست لها وجود مادي بس تتخيلها معنا عشان هتريحنا كتير في الشرح يبقى الطبقة دي لما بتنزل بينه وبين الطبقة دي خط اسمه خط الانسياب ايه تعريف خط الانسياب هو خط وهمي يعني ماليش وجود ماشي المماث له يعبر عن حركة جزيئات الوسط يعني انت لما تعمل مماث كده تبقى انت عارف ان جزيئات السائل ده بتتحرك يسارا او يمينا طب ايه خصائص خطوط الانسياب دي بقى لازم نتكلم عنها ان هي اول واحدة خطوط وهمية لما يقول لك عرف خطوط الانسياب ثم تكلم عن اهم خصائص ان هو خط وهمي ليس له وجود ماد طيب اللي بعدها ان الخطوط دي لا تتقاطع ابدا يعني عمر ما الخط ده يتقاطع مع الخط ده لان ببساطة بين الخط ده والخط ده تبقى من سائل والسوائل غير قابلة للانضغاط حتى لو غازت بتنضغط عند قيمة معينة لا تزيد عنه طب رقم ثلاثة ان المماس للخط عند اي لحظة يعني لما تعمله مماس كده يعبر عن مصار حركة جزيئات الوسط طب الرابعة والخمسة دي المهمين قوي ان عدد خطوط الانسياب عند اي مقطع سابت تلاتة كده هنقولهم الفصل ده سابتين اول واحدة منهم عدد الكلي لخطوط الانسياب دايما سابت يبقى لما يقول لك مثلا مقطع من موصل يسير فيه ماء ثم انتقل الماء الى مقطع اخر مساح تضعف المقطع الاول فان العدد الكلي لخطوط الانسياب من بعضها فتزداد كسافتها اما في المساحات الوسعة بتبدأ تتباعد منطقي زي تخيل كده اي طريق والسيارات فيه لما يكون دايق بتقرب العربيات من بعضها طب لما الطريق يبقى واسع بتتباعد العربيات عن بعضها طب يبقى نحضب دلوقتي تعريف جديد كمان اللي هو كسافة خطوط مين الانسياب اللي هو العدد الكلي لخطوط الانسياب التي تمر عموديا بوحدة مين المساحات يبقى نميز بالنقطتين العدد الكلي لخطوط الانسياب دايما سابت اقعد انسى دا لكن الكسافة بتزداد عند المساحات الضيقة اللي هي السرعات الكبيرة وتتباعد او تقل عند المساحات الوسعة اللي هي السرعات مين الضيقة طب عايزين نرسل بقى ساعة مقطع واسع ومقطع ضيق ونبقى نتكلم بقى امتى يحصل السريان الهادئ مع بعض تمام يعني حضرت دلوقتي انه اخذ الكلام من جملة الكلام نهاك تفضلت به ان احنا عندنا نوعين من السريان سريان هادي وسريان مضطرب وعندي نقطتين جوهري نقطة جوهرية اول حاجة السريان الهادي يتحول الى سريان مضطرب ازا زالت السرعان حد معين الحاجة التانية ان السريان الهادي بيكون غير مصحوب بدوامات بينما السريان المضطرب بيكون مصحوب بدوامات لو انت روحت الاناطر وقفت كده على الانطرة وبص المية قدام البحر قبل الانطرة هتلاقي المية جاية بالراحة وبتنساب بنعم ويسر تعد من الانطرة او تعد من الكبري بتلاقي المية بتندفع ومصحوبة بايه بتموجات او موجات الحاجة التانية الحاجة التانية أن عدد خطوط الانسياب مهما اختلفت مساحة مقطع الأنبوبة اللي تلغبط فيها جدا دي العدد والكسافة مهما اختلفت مساحة مقطع الأنبوبة زارت للضعف قدلت للنص زارت الأربعة مثالها عدد خطوط الانسياب ثابت لا يتغير أنا عندي فصل تانية أول وعندي فصل تانية رابع تانية أول فيها 20 طالب وتانية تالت برضو 20 طالب العدد واحد لكن رحت جاي على فصل تانية خامس رحت جاي حاروتهم في مكان دي هو برضو إيش نطالب بس هنا يبقى مادة لما كل 2 في ديسك يبقى 4 في ديسك يبقى العدد ثابت لكن في المساحات الضيقة تتزاحم خطوط الانسياب وفي المساحات الكبيرة تتباعد خطوط الانسياب السائل هو بينساب بينساب بمعدل معين السائل هو ماشي بيبقى ليه كتلة وليه حجم السائل بيمشي خلال مساحة مساحة مقطع معينة بسرعة معينة يبقى احنا دلوقتي عندنا مجموعة من الكميات الفيزيئية وهي الكسافة الكسافة والحج الحج والكتلة الكتلة المساحة المساحة معدل انسياب تعالوا عشان ما انتهش من بعض ادي عندنا انبوبة اهي الانبوبة مختلف في مساحة المقطع مساحة المقطع هنا ايه كتل؟ مساحة المقطع هنا ايه سمول السائل بينساب على هيئة خطوط اسمها خطوط الانسياب وقلنا خطوط الانسياب زي ما الدكتور محمد شرحها بالتفصيل مساحة مقطع الاولية اكبر من دية معدل الانسياب اللي هنا هو معدل الانسياب اللي هنا معدل الانسياب ده شباب ده كميتين فيزيئتين متداخلتين اهو معدل الانسياب قد يكون كيو في وقد يكون كيو ام الكيو في يطلق عليه باسم معدل الانسياب الحجمي الكيو ام معدل الانسياب الكتلي معدل الانسياب الحجمي ايه في معدل الانسياب الكتلي رو كيو في يعني ايساوي رو ايه في تمام وحدة قياس معدل الانسياب الحجمي كيلو جرام لكل متر عفوا متر مكعب لكل ثانية معدل الانسياب الكتلي كيلو جرام لكل ثانية يسألك سؤال ما معنى أن معدل الانسياب الحجمي لسائل بيسوي ألف متر تكعيب لكل ثانية معنى ذلك أن الحجم الكل المنساب من السائل في الثانية الوحدة يساوي ألف عشرة أس ثلاثة متر تكعيد أوكي ما معنى أن معدل الانسياب الكتلي لمائع بيساوي ألف كيلو جرام لكل ثانية معنى ذلك أن الكتلة الكلية المنسابة من السائل في زمن قدر واحد ثانية تساوي الرقم كم كم؟ ألف ألف كيلو جرام تمام دلوقتي رجال المطافي ناس بيباتوا صهرين عشاننا وبيقاوموا الحرائق وبيقاوموا الكوارث بنلاقي كل واحد من رجال المطافي ماسك خرطوم بينتهي بينهاية معدنية بيشغل خرطوم بتلاقي المياه بتندفع طب إحنا ده عندنا في إيه القصة بتاعته معنا ده معناه الخرطوم كان واسح انتهى بينهاية معدنية ضيقة قللت للمساح سرقة الاندفاع زالت عشان تحمل راجل من أسر الحريق ده معناه ان سرعة المائع تتناسب تناسبا عكسيا مع مساحة مقطع الأنبوبة ده يطلق عليه باسم معدلة الاستمرارية الاستمرارية أو الاتصال أوكي المساحة بتزيد السرعة بتقل والعكس صحيح تعالوا نتخيل مع بعض آدي أنبوبة أهي مساحة مقطع الأنبوبة هنسميها ايه كابتل وهنا ايه سمول زي ما حضراك تفضلت ان عدد خطوط الانسياب سابت سابت هنلاقي خطوط الانسياب هنتزاحم في المساحات الضيقة ونتباعد في المساحات الكبيرة ولكن هنا ثلاثة وهنا ثلاثة تمام هنا القتلة اللي هتنساب خلال المساحة ايه ون هي هيها القتلة التي هتنساب خلال المساحة ايه سمول ده معنى ايه ان معدل الانسياب الكتلي خلال المساحة ايه كابتل او هنسمي ديت عشان ابننا ما تنبطوش ايه واحد وديت اتنين يبقى معدل الانسياب الكتلي خلال المساحة A1 لازم يساوي معدل الانسياب الكتلي خلال QM خلال المساحة A2 معدل الانسياب الكتلي لسا إلينه عبارة عن رو A1 V1 هتساوي رو 2 V2 هنلاقي الرو ما هو السائل اللي بيمر هنا هو نفس السائل يبقى كسافة السائل واحدة يبقى الرو هتروح مع الرو ده معنى ايه ان الA1 V1 هتساوي 2 V2 يبقى ايه واحد على ايه اتنين هتساوي V2 على V1 من هنا V2 على V1 V2 على V1 هنستنتج ان مساحة مقطع الانبوبة تتناسب تناسبا عكسيا مع سرعة المائع فكل ما المساحة بتزيد كل ما السرعة بتقل والعكس صحيحة ودي يجي بقى عليها تطبيقات على معادة الاستمرارية شباب مواقد الغاز بحيث تكون فتحتها ضيقة يعني لو بصينا دلوقتي في اي جهاز بتجهاز في البيت هنلاقي الفتحات ضيقة جدا اللي بيطلع منها الغاز يبقى تبقى لنا معادة الاستمرارية عندما تقل المساحة تزداد سرعة اندفاع الغاز فتستطيع ان تعطي لها ماله كبير النقطة التانية والمهمة بقى في جسم الانسان نفسه ان احنا عندنا الشريان الرئيسي اللي بيد الدم للجسم كله الشريان الاورتي بيتوزع الى عدد كبير جدا من الشعيرات او الشرايين الطرفية لو انت بصيت من الوهلة الاولى هتقول طب سرعة انسياب الدم في الهون كبيرة في الشريان الاورتي ولا في الشريان الطرفي الطالب المتسرع هيقول للشريان الاورتي مساحته كبيرة تبصرها فيه صغيرة والشريان الطرفي مساحته صغيرة تبصرها فيه كبيرة وطبعا ده غير واقع ولكن واقع يبا كارثة كان اي واحد يتعور في لحظة واحدة هينساب الدم منه لكن عظمة ربنا سبحانه وتعالى اللي خلى مجموع مساحات الشرايين الطرفية كلها كامساحة اكبر بكتير من مساحة الشريان من الرئيسي يبقى انت لو بتبص بنظرة تصرعية هتقولي ان الشريان الاورتي كبير بنقارنطا بشريان واحد طرفي لكن انا بقارنش بين شريان وشريان انا بقارن ده بين مصاري السائل كله ماشي من شريان اتفرع الى مثلا خمسمائة شريان طرفي لو جمحت مجموع الشرايين الطرفية دولك كم ساحة هتلاقي اكبر من مساحة الشريان مين الرئيسي وده سؤال علل ينساب الماء الدم ببطء في الشرايين الطرفية هقوله لان مجموع مساحات الشرايين الطرفية في جسم الانسان اكبر من مساحة الشريان الاورتي فطبقا لمعادلة الاستمرارية تكون السرعة فيها صغيرة وهذا يسمح دي نعمة من ربنا بتبادل الغازات بين الخلايا والغذاء يعني الدم اللي راح للشريان لازم يمشي ببطء عشان يبدأ ينزل الغذاء ويحمل بالفضلات بتاعة الخلية لكن لو هو ماشي بسرعة مش هي الحق وفي حتة تانية لو كان هو سريع وافرض اي واحد اتعور وكلنا يعني متعرض للحاجات دي لو هو سرعة فيه كبيرة مش هنلحق ننقذ نفسنا فيه تلات حاجات ما انا عايز اركز عليهم في حيطة دي اهو ساسها سبتين مهما بقى ييجي في المسألة وقولك زاد وقال له تأول ما تسمحهم سبتين العدد الكل لخطوط اللي انسياب معدل السرايان الحجمي ومعدل السرايان الكتلي التلاتة سبتين تمام فيجي لأي اختياري مثلا ينساب ماء في مقطع من وصل فاذا قلت مساحته الى النصف فان معدل السرايان الحجمي يزداد للضعف يقل الى النصف يظل سابت يظل سابت يعني حضرتك عاوز تقول المعدل سابت لكن اللي بيحصل يعني مسأل المعدل السرايان الحجمي كان ماشي في المقطع الاولاني تمانية متر تكعيب على الثانية وفي المقطع الصغير تمانية متر تكعيب على الثانية هنا تمانية وهنا تمانية لكن في المقطع الاولاني كانت المساحة اربعة تبقى السرعة اثنين شان يبقى اربعة في اثنين بكم بتمانية يعني حداك عاوز تقول لدكتور مع اصل قطة الكلام حضرتك الـ QV سبتة تمام بتساوي AV بالضبط يبقى حاصل ضرب مساحة المقطع في السرعة سبتين مقدار سابت لا تغير يبقى لو المساحة زالت للضعف السرعة تقل للنسك ويبقى القيوب فيه سبتة ممتاز يبقى حاصل ضربهم مقدار سابت لا تغير ودي باردك نقول فيها الحتة اللي دايما بنأكد عليها وبتي كتير لما يزيد نصف القطر للضعف في مقطع يبقى المساحة زادت أربع أمسال يبقى السرعة ما لها تقل للربع تمام ركز الحتة دي مقطع من موصل زاد القطر إلى الضعف فإن سرعة سريان الماع فيه طب بالراحة زاد القطر إلى الضعف يعني زاد نصف القطر إلى الضعف يعني المساحة زادت أربع أمسال طب العلاقة عكسية بين المساحة والسرعة يبقى السرعة تقل للربع تلاتة سبتين معانا العدد الكل لخطوط اللي انسياب معدل السرعة الحجمي والكتلي العكس بعض حاجتين السرعة والمساح السرعة بتزيد مساحة قل مساحة بتزيد سرعة قل وحتة تانية المساحة والكسافة بتاعت خطوط اللي انسياب كل ما المساحة تقل كسافة كسافة خطوط اللي انسياب مش العدد تمام تزداد لكن كل ما المساحة تقل الكسافة العلاقة عكسية بين الكسافة والمساحة كل ما المساحة تزيد كسافة بتقل وكل ما المساحة بتقل الكسافة بتزيد ويبقى العدد الكل سرعة عايزين لهم مسألة بقى على الحيطة ديت او لقول الاول القانون الرئيسي والحالات الخاصة بتحت قبل ما نقفع الفاصل الاول اه حدكة دكتور قلنا دي شريانة تفرع لشعيرات الشعيرات متساوية في مساحة المقطع يبقى ديت اي واحد في واحد الشعيرات ديت كلها زي بعض يبقى دي اتنين في اتنين اتنين في اتنين كلها متساوية في مساحة المقطع في السرعة يبقى الا واحد في واحد هتساوي اي اتنين في اتنين بدل ما اقول اي اتنين ده معناه ان اي وان في وان لازم تساوي اتنين في اتنين زائد اتلاتة في تلاتة زائد اي اربعة في اربعة وهكذا يبقى اذا تفرعت الانبوبة لتفرعات متساوية يبقى عدد التفرعات في قيمة معدل الانسياب الحجمي لأي منهما وده بيحصل في حالة تفرع الشريان الرئيسي الى عدد الشعارات الدموية مساحة مقطع كل شعير على حدة اقل من مساحة مقطع الشعير الرئيسي ده ممكن يلفت نظر الطالب اقولك الشعيرة مساحة مقطعها صغير سرعة فيها كبيرة ويغلط الشريان الرئيسي مساحة مقطعها كبيرة يبقى سرعة لقيلة لكن خلي بالك الشريان يا حبيبي هو ادية بيتفرع لشعيرات سرعة اندفاء الدم في كل شعيرة رغم ان مساحة مقطع كل شعيرة على حدة اقل بكتير جدا من مساحة مقطع الشريان لكن السرعة هنا اقل بكتير جدا من السرعة هنا لان وظيفة الشعيرات الدموية زي ما اخدنا في البيولوجي بتؤدي الى وظيفتها ايه اول حاجة بتاخد خلاصة الغذاء وتوديه الاعضاء بتقوم بعملية تبادل غازية سالة اكسير الكربون والاكسوجين يبقى لو كان الدم فيها سريع مش هتقوم بوظيفتها يبقى عشان تقوم بوظيفتها لكن لازم تكون سرعة لاندفاع اقل بكتير جدا وهنا تتجلى قدرة المولى اقربها لهم بردك يا سيد سعد بردك عشاني باعدة طيب يقولك انا مش مقتنع زي ما سيد سعد قال ده الشريان الرئيسي طالع لخمس شرعين انا هصدقك في كلامك مساحة دق الليلة يبقى السرعة فيه كبيرة لو الدم ده رايح لده بس والاربعة ده المقفلين هل ده بيحصل؟ لا يبقى الدم الكمية اللي طالع دي بتتوزع على دول اذا المساحة ده هي بتسوي مجموع المساحات دي كلها يبقى بالتالي انت بتتعاملش مع الشريان طرفي واحد ولكن بتتعامل في مجمله لان الدم بيتوزع بالتجزيع عليهم كلهم يعني مجموع مساحات مقاطع الشعيرات مجتمعة مع بعضيها البعض اهي اهي اكبر من مساحة مقطع الشريان الرئيسي يبقى المساحة كلية هنا اكبر من المساحة دي لوحدها يبقى السرعة هنا اقلب كتير جدا من السرعة هنا دي نعمة كبيرة تمام وما نسمى يحدث تبادل لغزايا ساني اكسيدي الكربون ونقل الغزاء الى جميع اجزاء الجسم تمام خلي بقى لك بقى في حاجة مهم قوي موجودة طيب ممكن نستكمل الجزء ده بعد الفاصل تمام فاصل صغير اعزائي الطلاب ونعود اليكم في الجزء الثاني من الحلقة انتظرونا اعزائي طلابنا عدنا لكم تاني بعد الفاصل والجزء الثاني من الحلقة بيسعدني تشريف الاستاذ سعد عسل معنا في الحلقة احنا الله لنا الشرف والشرف ان احنا ابنانا الطلاب بيسمعونا ويريت يكونوا بيتابعونا ويكتبوا كده الحاجات المهمة اللي احنا بنقولها في كراسة مدرسة على الهوى عشان في اخر الترم ان شاء الله يجيوا لنا انت قلتوا دي او ما قلتوا دي عشان كده يا استاذ سعد احنا هنميزكم دلوقتي باستنتاج معادلة الاستمرارية وفقا لقانون بقاء الكتلة اللي موجود في كتاب الوزارة الطبعادي بس ومش موجود في اي كتاب تاني خارجي تابعوا معنا والاستاذ سعد استنتاج معادلة الاستمرارية وفقا لقانون بقاء الكتلة يا دكتور متحكب تزدقني كده يعني لس انا تحت امر حضرتك وتحت امر ابنانا الطلبة وتحت امر كتاب المدرسة لان احنا فيه بيننا مساك شرف بالضبط اللي هو كتاب المدرسة وفي النقل كمان انا عايز بس ااكد في حتة دي انت التزم في النقل بكتاب المدرسة اه طمام يعني دلوقتي عاوزين نقول معادلة او استنتاج كله با يطلع على الكشكل بتاعه كده ويكتب استنتاج معادلة الاستمرارية وفقا لقانون بقاء الكتلة تمام هنرسم مصار او انبوبة مختلفة في مساحة المقطع لهذا الشكل اهي الاموبة دي مساحة مقطعها ايه واحد بتنتهي بمساحة مختلفة وزي ما اتفقنا يا شباب ان عدد خطوط الانسياب ثابت هنفترض ان اللي بينساب مية يبقى لونها ايه بهذا الشكل حلو ديت المساحة ايه واحد السائل هيمشي مسافة معينة اهي دلتة اكس يبقى السائل هيمشي مسافة قدرها دلتة اكس واحد اهي خلال نفس المساحة اللي هي ايه واحد وهينسب من هنا بنفس المساحة ادي الايتو هيمشي مسافة قدرها دلتة اكس دلتة اكس تو نجي على الهامش ونقول ايه زي ما خدنا في بداية المواعي الساكنة ان الكسافة بتساوي الكتلة على الحجم اما على فل يبقى القتلة هتساوي رو فل حجم الاستوانة حجم الاستوانة بيساوي ايه مساحة في دلتة اكس حلو المساحة في الالتفاع تمام السرعة مسافة على زمن دلتة اكس على دلتة تي يبقى الدلتة اكس هتساوي في دلتة تي يبقى احنا كده في هذه المعادلة لمينا كل او معظم معادلة احنا اخدناها بالكده الى جانب ان احنا بنأكد على اللي احنا اخدناها في قولة السنوي واللي احنا بناخده في الديناميكا وبنربط كل القوانين ببعضها الكتلة اللي هتنسب هنا اكبر واللي هنا اكبر واللي هتنسب بعد يا دكتور اكيد الكتلتين سبتة تمام سائل غير قابل للانضغط تمام والكتلة سبتة تمام والكسافة سبتة يبقى الدلتة ام الكتلة المنسبة خلال المساحة اي وان لازم تساوي الدلتة ام خلال المساحة اي تو مينا دي قانون بقاء القتلة تمام لمبنى عليها الاستنتاج تمام يبقى القتلة المنسبة في المساحة اي واحد لازم تساوي القتلة المنسبة خلال المساحة اي تو رغم اختناف المساحتين لكن القتلة ايه سابتة وفقا لقانون بقاء الكتلة تمام اي كتلة بصري ده كده اي كتلة كسافة في حب يبقى رو دلتا فول واحد لازم تساوي رو دلتا فول اتنين والحجم في كل الاحوال سابت تمام لكن هنا دكتور المساحة بتزيد على حساب المسافة تمام تمام يبقى دلتا فول واحد زي ما قلنا الحتة اللي هيبص للشكل كده يا حبيبي ده عبارة عن استوانة من اي واحد ل اي واحد ومن اتنين ل اتنين عبارة عن استوانة حجم الاستوانة مساحة المقطع في الارتفاع الارتفاع هنا يا شباب عبارة عن المسافة اللي بيمشيها السائل يبقى دلتا اكس واحد هتساوي رو زي سيم اي تو دلتا اكس اي تو تمام يبقى رو خلي بالك رو اي واحد الدلتا اكس اهيه قلتها لك بتساوي السرعة في الزمن يبقى دلتا اكس واحد هتساوي في واحد دلتا تي الطرف الايسر هيساوي رو اتنين الدلتا اكس اتنين عبارة عن ايه يا شباب عبارة عن في تو دلتا تي الدلتا تي سابت سابت انا هحسب المسافة اللي تمشيها هنا في نفس الزمن يبقى الدلتا تي هتروح مع الدلتا تي والرو هتروح مع الرو لان الكسافة واحدة والزمن واحد اذا ايه واحد في واحد يساوي اتنين في اتنين في واحد تمام هتساوي اتنين في اتنين يبقى احنا قدرنا نستنتج معادلة الاستمرارية وفقا لقانون بقاء الكتلة ارجعوا لكتاب المدرسة وذكروا الجزء دا الجزء دا مهم ذكرواه مميز بي كتاب المدرسة على عكس طبعا معادلة الاستمرارية العادية احنا بقول كيو ام بتساوي كيو ام رو اي في بتساوي رو اي في تمام كده اعزائي الطلاب احنا خلصنا معاكم الجزء دا وندخل على الدرس التاني في الفصل دا اللي هو اللزوجة بس قبل ما نقول اللزوجة ومفهومها بقى تعالوا ما ندرجش مع بعض في تجربتين كده تخيلوها معي لو انت في بيتك او انت في بيتك معكل كبايتين اتنين كباية ملياها ميف وكباية ملياها عسل وبدأت تحط معلقة في المية ومعلقة في عسل في الهين اللي هتقدر تحرقي بسهولة هتحرقي في المية بسهولة او في العسل طبعا الاجابة هقدر احرق بسهولة فين في المية لكن في العسل هحرك بصعوبة معناه ان في مواد بيبقى قابليةها لحركة الأجسام فيها كبيرة زي المية تقدر تحرك أي حاجة فيها بسهولة وفي مواد قابليتها لحركة الأجسام فيها صغيرة جدا جدا زي العسل أو الجليسرين أو الحاجة بصعوبة جديدة جدا من أنت تتحرك طيب بعد ما تعمل التجربة دي شلي المعلقة من هنا وشلي المعلقة من هنا وبدأ اسكب الكوب بتاع الماء وبدأ اسكب الكوب بتاع العسل شوف أنه واحدة هتنزل المية بسهولة ونعومة ويسر كده لا طبعا المية المية اللي كانت مقاومتها لحركة الأجسام فيها صغيرة قابليتها للإنسياب والحركة عكسها سريع المية اللي كانت قابليتها لحركة الأجسام فيها صغيرة زي المعلقة من المشيها بسهولة قابليتها هي نفسها بقى للحركة مالها كبيرة أما العسل اللي كانت قابليته لحركة الأجسام فيها صغيرة بتدارش تحرك المعلقة بسهولة لما تيجي أنت تسكبه كده تلاقي قابليته للإنسياب مالها كبيرة صغيرة جدا جدا حاجة تانية لو معي كوبين وقمع هنا وقمع هنا أو بلاش ده لو نفس الكوبيتين ومعي قطع صغيرة مثلا من سقل أو مثلا حتة سقل صغير جدا أو بية صغيرة وبحطها في المية وبحطها في العسل هين اللي هتنزل بسرعة للقاع طبعا الإجابة هتنزل بسهولة في هين في المية ده نستنتج منه عندنا المواد لها تصنيفين اتنين في مادة ركز معي قابليتها للحركة كبيرة جدا زي المية زي الكحول لكن قابلتها لحركة الأجسام فيها صغيرة جدا وعلى العكس العسل والجليسرين قابلته للحركة ملها بطيئة جدا صعب أنت لحركه تقيل لكن قومته لحركة الأجسام كبيرة ده ببساطة اللي بيميز المادة اللي زوجتها منخفضة زي الماء والكحول والمواد اللي هي لزوجتها عالية زي العسل والجليسرين لو تخيئنا تاني المخطط اللي احنا قلناها ان احنا قلنا السائل بتكون من طبقات هنجي نكتشف أنه لما تبقى طبقة بتبدأ تنزل بيكون بينها وبين الطبقة اللي تحتها نوع من الاحتكاج ناتج عن اللزوجة بين الطبقتين كل ما الاحتكاج ده يزيد معناها اللزوجة ملها؟ بتزيد كل ما الاحتكاج ده يقل اللزوجة بتقل وده نقول عليه تعريف اللزوجة يبا هي خاصية تقاوم دون انزلاق الطبقات المتجاورة في نعومة ويسر خاصية بتقلل من انزلاق الطبقات في نعومة ويسر وطبعا المواد اللي لها لزوجة لها خصائص بنستخدمها والمواد اللي ملهاش لزوجة لها خصائص برضك بنستخدمها طب أستاذ سعر لما نجي نتكلم ده على اللزوجة كده يبقى احنا عايزين نتكلم على الحاجة اللي بتميز اللزوجة لو هي معامل مين؟ اللزوجة طبعا طلابنا كده بالرسم طبعا انا بشعر لك جدا على المقدمة الجميلة ديت الله يخل اللزوجة دي خاصية تتسبب في وجود قوة مقاومة او احتكاج بين طبقات السائل وبعضها البعض بحيث تعقق انزلقها فوق بعضها انا شايف حضرتك متحيز اوي للعسل يعني عشان انا موجود يعني بس لا لا يعني تمام بصوا شباب العسل لو انت جدت العسل في الصيف وسبتو كده وجدتو لووع منك غصب عنك كده هتليه رح انساب يعني ايه انساب على البلاط على مساحة كبيرة يمعدل انسابه عالي في الصيف هو نفس العسل في الشتاء لووع منك مش هينساب بالدرجة دي ده معنى يا دكتور ان اللزوجة بتقل بارتفاع درجة حرارة يبقى نفس المادة يا شباب لزوجتها بتقل امتى لما ارفع درجة حرارتها يبقى عشان كده زي ما حاجة هتقول بعد شوية خلي بالك طبقات طبقات اللزوجة ان اللزوجة بتقل بالخفاض درجة الحرارة اللزوجة بتقل بارتفاع درجة حرارة يبقى نفس المادة هي اللزوجة يعني مقاومة اللزوجة مقاومة انا ماشي في حد يقومني يبقى ليه اللزوجة زي الهواء زي ما نشوف دلوقتي يبقى الخلاصة ايه اللزوجة خاصية تتسبب في وجود قوة مقاومة او احتكاج بين طبقات السائل زي ما حاجة تفضلت بالتفصيل اللزوجة بتقل بارتفاع درجة الحرارة طيب إحنا عاوزين نحسب مقدار قوة اللزوجة يبقى دلوقتي الهدف قوة الاحتكاك اللي بيسبب اللزوجة تمام خاصية تسبب وجود قوة مقاومة أو احتكاك بين طبقات السائلة وحدها البعض يبقى لزوجة قوة اللزوجة يعني مقاومة أنا عاوز أحسب قوة المقاومة أو القوة دي أنا أأثر بيها ما أنه لو حسبت القوة دي أأثر بيها أقدر أحسب قوة المقاومة لأن المقاومة دايما في عكس اتجاه الحركة هنأمل إيا شباب هنفرض أن لدينا لحين لوح علوي ولوح سفلي بينهم طبقة من السائل هنفترض أن لوحين لهما نفس المساحة ولتكن إيه اللحين دولة يا شباب يحصران طبقة من السائل بصوا معايا كده اللحين يحصران طبقة من السائل سمك الطبقة اللي هي الألم الأحمر اللحين يتصل بمستودع به غاز محبوظ تمام فإذا كان فرق الارتفاع بين سطحي الزئبق أيوة في الفرعين أيوة 25 سم مكتوبة موجب ولا سالب يا أميرة ولا موجب ولا سالب لا موجب مفيش أي شار يبقى أي موجب فرق الارتفاع دي ما أسألك كتاب المدرس صح؟ آه تفضلي شحيق فحسب فرق الضغط تمام وكذلك الضغط المطلق للهواء المحبوظ يعني عاوز الدلتا بيه أميرة والبي تمام فضلي مقدرا بوحدة نيوتن متر مربع تمام ما ما wärش لوحدة دولة؟ علما بان الضغط الجوي يعادل واحد وتلاتاشر من الف في عشرة قصة خمسة نيوتن متر مربع تمام وعجلة الجاذبية الارضية تساوي تسعة وتمانية من عشرة متر لكل ثانية تربية تمام وكسافة الزقبة تسعة وتمانية من عشرة ولا عشرة لا تسعة وتمانية من عشرة انت كده جبتي مسألك كتاب المدرسة بالنص ممتازة طب اميرة عندك سؤال تاني ناخده منك ونجاوب لك الاتنين مرة واحدة ولا ده سؤالك بس لا ده سؤالي بس شكرا يا بس لا خليك معنا اميرة طب ايها معنا ايت حال دلوقتي يا اميرة خليك معنا اميرة ماشي قد المانومتر اميرة اهو اهو انت شايفة الراس مواضح ولا اهو لا احنا بنعرفش نرسم لا لا لسه مضغرش على الشاشة تمام لا كده واضح طب كده ظهر اهم قد المانومتر الزقبقي الزقبق بيرتافع فيه في الفرع الخالص مسافة قدروها خمسة وعشرين سنتي يبدأ ايتش بتاعتنا يا اميرة خمسة وعشرين سنتي يعني خمسة وعشرين من مية متر هنا ضغط الغاز المحبوس اضبر من الضغط الجوي وبالتالي ارتفع سطح الزقبق في الفرع الخالص عن الفرع المتصل بالمستودع بمقدار خمسة وعشرين سنتي ده معناه يبقى البي جاز يا اميرة انت معانا اميرة انا مشيتي ايه معاك هيساوي البي ايه زائد ايتش او خلي بالك بي ايه زائد ايتش رو جي خلي بالك عشان ما تغلطيش هنا كتاب المدرسة قالك ان الضغط الجوي واحد وتلاتاشر في عشرة قس خمسة نيوتل لكل متر مربع ده معناه انه بيعامل الضغط الجوي كوزن عمود من الزقبق ايتش رو جي يبقى انا هنا يا اميرة ما ينفعش اقول بي ايه زائد ايتش لازم اقول بي ايه زائد ايتش رو جي اقول لي امتى يا اميرة انا عارف انه في دماغك امتى اقول بي ايه زائد ايتش لو كانت داني البي ايه بالستة وسبعين سنتي فهام اصل ليه يا اميرة اه لو كانت دهلي بالزقبق تمام لو قال لي مثلا ان لما انا الضغط الجوي ستة وسبعين سنتيمتر زقبق او الضغط الجوي خمسة وسبعين سنتيمتر زقبق لكن هو قال لي الضغط الجوي واحد وتلاتاشر في عشرة قس خمسة باسكال او نيوتل لكل متر مربع. يبقى هنا الضغط الجوي كوزد. يبقى هقول باي ايه? زائد اتش روجي. انا عشان ما توكيش معايا. نحل بالطرق البسيطة. ونحل بطرق اخرى. الضغط الجوي اميرة. فصلت. تمام. اسمعينا بقى اميرة للتابعينا. هتساوي واحد و تلات اشر في عشر وس خمس. زائد. من نيوتل عن متر تربيع على طول يا تمام. الاتش هنا دكتور محمد خمس سبعين سانتي. ام. يعني خمسة وعشر. خمسة وعشر سانتي. خمسة وعشر من مية. ام. كسفت الزق بق تلاتاشر الف وستمية. ام. عجلة الجاذبية الارضية بكام? بتسعة وتمانية من عشرة. الرقم ده لازم نحسبه عشان خاطر اميرة عشان نقول لها ان الرقم اللي طالع معانا هو نفس الرقم اللي طالع في كتاب المدرسة. هنقول واحد و تلاتاشر في عشرة قصة خمسة. زائد. الاتش بكام بخمسة وعشرين من مية. في واحد و تلاتاشر تلاتاشر الف وستمية. تسعة وتمانية من عشرة في تسعة وتمانية. يطلع الناتج كام? هتبص تلاقي يا اميرة. انا اطلع معايا بالقالة وانت بتحسبيه معايا. هتلاقي تلاتاشر الف او مية اربعة وتلاتين الف ستمية وعشرين نيوتن لكل متر مربع. انت عاوزك جيبيه بعشرة قصة خمسة. يبقى تمشي يا اميرة. متصفار للشمال. تمام. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. يعني هيساوي كام? يعني هيساوي واحد اربعة وتلاتين من مية. في عشرة. في عشرة قصة خمسة بسكال او نيوتن لكل متر مربع. ده ضغط الغاز المحبوس. طب انت عاوز ايه اميرة المطلوب التاني? فرق الضغط اللي هو اللي ارتفاع نفسه. رجي اتش. تمام. يبقى الفرق في الضغط الدلتة بيه هتساوي حاجبها لك بالطريقة تال. يا ام تقولي يا ام تقولي البي جاز اللي انت جبتيه ناقص اتش الناقص البي ايه? يعني هيساوي رجي اتش على طول. تمام يا دكتور. خليك معنا دكتور. البي جاز بكام احنا جبناه? بواحد واربعة وتلاتين بقيت الرقم في عشرة قصة خمسة. ناقص. الضغط الجوي واحد وتلاتاشر في عشرة قصة خمسة. اخذ العشرة قصة خمسة عامل مشترك. واقول ناقص. ها? واحد وتلاتاشر. طبعا بحسب اهوت يطلع الناتق كام? ها? تلاتة. 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 تلاتة كمان. سفر. نيوتن لكل متر مربع. عاوزة خليها. خلي بالك. خلي بالك معي اميرة. عاوزة خليها ازا الرقم بتاع كتاب المدرسة. دي اتأول مسألة فوق في الصفحة اللي عشمال. هيساوي او بوينت. انا عاوزة خليها ازاكتور المدرسة هيبقى عضرة في عشرة قصة خمسة. يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. يبقى او بوينت تلاتة. تلاتة في عشرة قصة خمسة نيوتن لكل متر مربع. ملاحظات هان ما بقى هنا يا اميرة ليكي والطلابنا الاعزاء على المسألة دي. انا سألتك في الاول هو الدلتا اتش اللي مدالك بالموجب ولا بالسالب? لان هو ده اللي هيحدد لي اني حالة من المانومتر. بدام طرعت معاك الدلتا اتش بالموجب ده معناه ان ضغط الغاز هو اللي اكبر من الضغط الجو بالقيمة دي. وبالتالي زي نفسي ساعد الكتب يبقى بي جاز بتساوي بي اي زائد الروج اتش. اما لو كانت بالسالب يبقى ضغط الغاز اقل من الضغط الجو بالمقدار ده فتبقى بي بتساوي بي اي ناقص روج اتش. وعلى طول فرق الضغط على طول هو الروج اتش بتاعتنا ديك يبقى الدلتا بي ممكن نقول على طول تلتاشر والف وستمية في التسعة وتمانية والعشرة في الخمسة وعشرين من المية. بنشكرك اميرة على الاتصال ده ومنتظرين برضا مكلمات اه طلب الاعزاء للصف الثاني بنرد على استجواباتكم وتعليقاتكم. نكمل يا استيسة. وعشان خطر برضا اميرة وزميلها ممكن نجيب الدلتا بي اميرة بترية تانية. احنا قلنا هتسوي بي جاز نقص بي اي اي. طب ما احنا ممكن نقول البي جاز نقص بي اي اي من المعادلة هتسوي اتش روجي. يبقى هتعود عن الاتش بخمسة وعشرين من مية. والكسافة تلتاشر الف وستمية والجاز بيها بتسعة تمانية. طب لو هو بقى طلب منك عاوزين الضغط بالطور. نفس المانومتر. تحولات. عاوزين الضغط بالضار. عاوزين الضغط بالاتوم. خلي بالك. دي لقطة مهمة جدا انا دوقته تخلي بالك. التحولات. تمام. البي جاز. البي جاز. طلق معنا بكام? بواحد واربعة واربعة وتلاتين من مية. في عشرة قس خمسة بسكال. او. نيوتن لكل متى مربعة. انا عاوز اجيب بالسانتي. الرقم اللي طلع معاك كام يا اميرة. واحد واربعة وتلاتين في عشرة قس خمسة. هي قيمة الضغط الجوي بالبسكال كام? اللي هو مدهالك. بواحد وتلاتاشر في عشرة قس خمسة. هو عاوز يحول به اميرة? عاوز يحول بالسانتي. عاوز يحول بالبار. عاوز يحول بالطور. ما تخفيش. لا انت ولا زمالك. هو عاوز يحول بالسانتي? تروح يحول بقيمة الضغط الجوي بالسانتي. اللي هي كام? ستة وسبعين. طب هو عاوزها بالطور. يبقى السبعمائة وستين. طب هو عاوز ها بالبار. تروح يضربه في كام? في واحد وتلاتاشر. او نشيل العشرة قس خمسة وخلاص. تمام. من فوق. يعني هي واحد واربعة وتلاتين. هيطلع نفس النات. في عشرة قس خمسة. شيل العشرة قس خمسة. تمام. يبقى احنا عاوزين نمشي بمدرسة معينة. هو طلع الضغط الجوي معاكي من البسكال. وعاوزها بالبار. تروح اسمع القيمة بالبسكال. وتروح ضربه في اللي انت عاوزها. اللي هي البار. طب انت عاوزها بالطور. وهو معاكي بالنيوتر اللي كله بيت مربع. يبقى تقسمي على نوتر كله بيت مربع وتروح ضربه في القيمة بالطور. طب هو لو عاوزها بالضغط الجوي. الرقم طلع كام? مية على واحد وثلاتاشر من الف طلع كاما يا دكتور محمد. انت فاكر? انت اللي متذكر. واحد واربعة وتلاتين من مية في عشرة قس خمسة بسكال. الضغط الجوي كان بسكال بواحد وتلاتاشر في عشرة قس خمسة. يبقى العشرة قس خمسة. هتروح مع العشرة قس خمسة. وهيبقى لنا واحد واربعة وتلاتين من مية. واحد واربعة وتلاتين من مية على. واحد وتلاتاشر. يطلع الناتج كام يا شباب? اس دي يبقى واحد وتلاتة من عشرة. اتم. وهكذا. لو طلع معاكي. بالبار تقسم على كاملت بالبار. طلع معاكي بالطور وعاوزها بالاتوم تقسم على كاملت بالطور وهكذا. يبقى احنا كده يا دكتور من خلال مسألة اميرة الجميلة عملنا ايه? عملنا مدرسة. مراجعة لتحميلات الضغط. والنقاعدة تمشي عليها متخابيش بقى من تحميلات الضغط. لكن انا بعد ازنك يا دكتور عاوز الفت نظرهم لحاجة. تصدر. بعد ازنك يعني. تصدر. لو كان مانومتر مائي. هو عادي تجمع طول زقبق على طول. ايوة ايوة. يعني ما اقولش يا مسلا كان فرق يعني في المسألة اللي فاتت دي لو كان قال فرق الارتفاع خمسة وعشرين سنط ماء. ما اقولش بقى يبضغط بيساوي ستة وسبعين زقبق زائت خمسة وعشرين ماء. يبقى لازم. لازم ده بن نيوتر على المتر التربيع. تمام. وده بن نيوتر على المتر التجبيع. وتجيبه بالوحدة الدولية الاول. تمام. يبقى لازم احول ارتفاع المية لزقبق. لو قال لك مانومتر مائي هتجيبي الارتفاع ازاي? هتقول كسفت الزقبق على كسفت المية. هتساوي الارتفاع اللي هو بتاع المية على ارتفاع الزقبق. اللي هو اتش جي. هنفترك جدلا هو بديك كسفت الزقبق تلاتاشر الف وستمية. كسفت المية بالف. ارتفاع المية على ارتفاع الزقبق. يبقى ده تلاتاشر وستة هتساوي اتش وطر على اتش زقبق. ده معنى ايه اميرة? ان ارتفاع المية هيساوي تلاتاشر وستة من عشرة اتش زقبق. يبقى لو كان ارتفاع المية خمسة وعشرين سنتي وعاوزين نجيب ارتفاع الزقبق يبقى او العكس. يبقى لو ادينا مانومتر ماء ايه? يبقى نعمل ايه? نحول مانومتر الزقبقي. ازاي دكتور? من العلاقة دي. او يجمع نيوتن على المتر التربية على نيوتن. تمام. يعني مثلا بي ايه? واحد وطراتاشر من الف عشرة قس خمسة زائد. روجي اتش ماء يبقى الف في تسعة وتمانية من عشرة في الخمسة وعشرين زي ما هي وتلعت بالنيوتن على المتر التربية وتحولها التحولات العادية. احنا بنقول لك دلوقتي كزا ما صار تقدر تمشي فيه. احنا متفهمين ان كل واحد في الرياضة بيكون ليه وجهة نظر او متعود على طريقة معينة. احنا بنقول لك كل الطرق. زي ما لو سالساعد قالك. لتحول الاول ارتفاع عمود الماء بما يعاد له زقبق. لا تشتغل عليها زي ما هي. بس تتلقها بالوحدة الدولية الاول وتبدأ تاخد المصار بتاع التحولات العادية. وفي كل الاعتبارات الدلتا بي روجي ايتش على طول. نرجع للزوجة بتاعتنا. اللي هي استنتاج معامل زوجة. بزر. هنقول يا شباب احنا عندنا لوحين. اللوح الاول مساحت مساحته ايه والتاني ايه. والمسافة اهي. انت شايف ما اولا مش شايف. اهي. المسافة العمودية دي الان ملاحمر. اللي هي اسمها صمك الطبقة او المسافة بين الروحين. عشان في المساقل ما ناخدعكش. يبقى صمك الطبقة هي المسافة بين اللوحين. واحنا قلنا ايه? ان السائل بينساب على هيئة الطبقات. تمام? ادي المسافة بين اللوحين. اللي هي اسمها الدي. السائل بينساب على هيئة خطوط. اسمها خطوط الانسياب. وهي خطوط وهمية زي ما الدكتور محمد قال لنا. وهي خطوط وهمية لا تتقاطع. انا هجا اعمل ايه? هاسرع اللوح العلوي بقوة. هيتحرك بسرعة. طبقة السائل الملتصقة بيه هتتحرك بنفس السرعة. عشان فيه لزوجة. يبقى اللوح العلوي هتحرك بسرعة بيه. طبقة السائل الملتصقة بيه هتتحرك بنفس السرعة. اللوح السوفلي ساكن. يبقى سرعة الطبقة الملتصقة بيه بسفر. يبقى السرعة هتقل من فوق لتحت. حاجة اسمها النقصان في السرعة. او كمية فيزيائية. ده ليه? المساحة. السرعة. البقد العمودي. قوة اللي زوجة. واحدة كلنا بتقول الرياضة علمونا. قال لك نعمل ايه? نشيل علامة التناسب. ونضع تساوي. يبقى لازم نضرب في مقدار سابت. المقدار السابت. اسمه كونست. اختصار لكلمة كونستانت. وكونستانت يا شباب يعني مقدار سابت. المقدار السابت دهو. هيختلف باختلاف لزوجة السائل دهو. وفي نفس الوقت. هيختلف باختلاف درجة الحرارة. ما طلب سنة تانية سنة ودقتي في الشتاء. في الصيف. هو طلبة تانيين هيقولنا. لان الفيزياء مادة منتهية. يبقى هجري نفس التجربة للطلبة التانيين ولكن معامل اللزوجة هيختلف لو استخدمت نفس السائل. لان احنا نعيشنا هنبقى فين? في الصيف. واحنا قلنا يا شباب ان اللزوجة بتقل بارتفاع درجة الحرارة. يبقى معامل اللزوجة اللي هو المقدار السابت هيختلف باختلاف حاجتين. نوع المادة ودرجة الحرارة. خلي بالك. خلي بالك. المقدار السابت ده بنسميه ايتا. طب ما احنا عندنا ما احنا عندنا? لسه واخدنا من شوية. اليت بتاعة الكفاء. كفاءة المدبس. طب ما احنا عاوزين نميز بينهم? يبقى اسمها ايتا في اس. اختصار لكلمة فيسكوسة دي يعني لزوجة. يبقى الاف هتساوي ايتا في اس ايه في على دي. تمام? يبقى احنا كده استنتجنا قيمة قوة اللزوجة. طب لو الراجل قال لك انا هأثر بقوة انا عارفها. واحد يقول لي انا هعرف القوة ازاي. هقول لك يا ابني ما انت عندك المعمل بتاع الفيزياء في نزان زنبرقي هتقدر تحسب القوة. طب احنا عاوزين نحسب معامل اللزوجة لسائل ما. اقول لك سهلة. من المعادلة. من المعادلة دي. يبقى ال ايتا في اس هتساوي ايه شباب? خلي بالك. لو اعتغلط. اللي بيغلط مش هنديله جايزة. ال ايتا في اس ديت في البسط ولا في المقام? طبعا في البسط. يبقى هتساوي اف دي على ايه في. نمسك المعادلة عشان انا بحب المعادلة دي قوي. نازم نستنتجنا. ونديلها كده ونديلها كده ورقة لوحدها. الناس هنا بصراحة يعني ايه? بصراحة بيحبوا الطلبة. ويجاب لنا ولك. بكتير يقول لك ما تزنقش يا مصر بتبقاش بخيل. احنا بخير كتير اهو. اهو. انا هقول لك ال ايتا في اس. بتساوي. اف دي على ايه بي. على دي. على ايه بي. خلي بالك. ركز ما في الجملة دي. اللوح فوق. انا هسحب اللوح. هسحب اللوح بقوة ممسية ولا بقوة عمودية? ممسية. ممسية. يبقى قوة اللزوجة قوة ممسية. على عكس القوة الضغطة. القوة الضغطة قوة عمودية. دي حتة مميزة جدا يا شباب نميز فيها. ببين القوة. دي باردك بتكفل بها كتير. قارن بين تأثير القوة الممسية او قوة اللزوجة والقوة الضغطة. تأثير قوة اللزوجة تأثيرها ممسي يعني سطحي. بتاني انت لو اثرت بقوة عمودية بينشع عنها صف. اما القوة الضغطة تأثيرها مين? عمودي. تمام. طب القانون بتاع. نكمل الحتة دي. القانون بتاع القوة الممسية ممكن نجيبه من القانون اللي الستاف سعد قاله دلوقتي اللي هو A V على اللي هو الف بتساوي A V S الاف بتساوي A V S A V على D اما في اليمة التانية القانون بتاع القوة الضغطة كان ال B بتساوي الف على ال A يم aesthetic الف بتساوي ال B في ال E ممكن يقول لك قارن بين القوة المم Fifth او قوة اللي احتكاك او قوة اللي زوجه والقوة الضغطة من حيث القانون واتجاه التأثير هنا سطحي هنا عمودي ده القانون ده وده القانون ده. يعني حالك عاوز تقول ان احنا عندنا في المانا قواتين. قوة مسية وقوة عمودية. اللي هي قوات ضغطة. القوة العمودية. ينشع على ضغط. القوة الماسية قوة لزوجة. ده معنى ايه? ان عشان ينتق ضغط لازم تكون القوة عمودية. طب لو كانت القوة موازية. زي قوة اللزوجة. بصف. يبقى الضغط الناتج عنها بصفر. يبقى عشان كده يا شباب. لما يجيب لك مسألة عن اللزوجة. وقول لك هات قوة اللزوجة هتجيبها. ما فيهش مشكلة. قال لك هات الضغط الناشئ عنها. لو انت مش فاهم هتقول له الضغط بصفر قوة على المساحة. يبقى المسألة كلها نصها طار. خلي بالك. قوة اللزوجة ها اخر مرة. قوة ممسية. يبقى الضغط الناتج عنها بكام? بصفر. يبقى لما قولك احسب الضغط الناتج عن قوة اللزوجة هتقول بصفر. ما هي الحاجات الزغيرة دي. ما تعوضش. الحاجات الزغيرة دي اللي هي بتوقع الطالب الشاطر. تمام. يبقى الايتا نرجع بقى للقانون بتاعنا المهم الجميل ده. الايتا في اس بتسوي اف دي على ايه بي? امتى الايتا في اس تسوي الايف? الايف دي يا شباب بنسميها قوة ممسية. يبقى معامل اللزوجة هو القوة الممسية. امتى? لما تقوم مساحة اللوحة او الطبقة واحد متر مربع. والبعد العمودي بين الطبقتين واحد متر. هينشئ عنها فرق في السرعة مقداره واحد متر على الثانية. ده معناه ان الايتا في اس اللي هو معامل لزوجة يقدر قوة الممسية. ايوه. تؤثر على سطح متحرك تكسبه فرق في السرعة واحد متر. عندما تكون المسافة العمودي بينها و بين سطح ساكن واحد متر. ومساحة السطح المتحرك واحد متر مربع. تمام. يبقى معامل اللزوجة او قوة اللزوجة من طبقتين من السائل مساحة كل طبقة واحد متر. والبعد العمودي مساحة كل طبقة واحد متر مربع. والبعد العمودي بينما واحد متر ينتج عنها فرق في السرعة مقداره واحد متر على الثانية. ماشي. تفضل. معانا تليفون اتصال هادفي آآ منار من انا. تفضل يا مناور سامعينك. قاله كماعي سؤلين. تفضل يا مناور. اكتب الكميات الفيزيائية التي تتعين من العلاقات الاقتية. اول واحدة. رو باي ار تربيع. ايه? رو باي ار تربيع. رو باي ار تربيع ها. والسؤال الثاني. السؤال الولا هو عايز من ده اه. الكمية الفيزيائية اللي بيقصها?茶Pro fishingusal anal. التي تتعين من العلاقات الاتية. اه. ماشي. اه السؤال الثاني. السؤال الثاني. اه? ازا كان فرق الضغط المياه عند الطابق الاردي تلاتة واربعة من عشرة ضغط جوي. مش. والضغط الجوي سواني. فما اقصر دفاع. لا 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 استني استني نرجع كيها تاني انا سامعي ان فرق الضغط. مياه في المبنى. انت سمعني? ايو انت سمعاني? عيد المسألة التانية من فضلك. احنا كتاب نقولها خلاص. ازا كان فرق ضغط المياه عند الطابق الاردي ثلاتة اربعة من عشرة ضغط جوي. ماشي. كما اقصر تفقع يمكن انتصل اليه المياه في المبنى. ماشي. بس شكرا. جميل. الدلتة بيرو جئتش على طول. طب هو دي مايا ما قالش الكسافة. نبدأ بالتانية. ايه? ايه? ما قالش الكسافة? ما قالش في المسألة التانية الكسافة كام? لا هو عاوز الكميات الفيزيائية. احنا اعتبرناها مايا. تمام. نبدأ بالتانية. تمام. عندي حاجة تانية منار? لا شكرا. تمام. معينا المانومتر الدلتة بي بتساوي روجي اتش. تمام. يبقى يسمى الفرق في الضغط. بالزبط على طول. تمام. اه الروق باي ار تربية. اللي هو ها? الكسافة في المساحة. الكسافة في المساحة. تمام? خلي بالك. الكسافة في المساحة دي يا منار. ما تدرها في حاجة تانية ولا كده وخلاص? لأ ما هي كده من الكيوء ام بقى. تمام. نعم. من الكيوء ام الرو في الاي في البي. تمام. كيو ام بتساوي رو في الاي في البي. الكيو ام بتساوي رو ايه بي. يبقى الرو في الايه. كيو ام على البي. اللي هي معادة لنساب الكتلي على السرعة. طيب. هنا المستلح التاني. انت عاوز ايه بقى? يعني عاوز امستلح او لا عاوز تحسب ارتفاع. لأ هو الدلتة بيروجي اتش على طول يا سساعدة. هو بيتقول اه فرق الضغط تحت كان تلاتة واربعة من عشرة ايتي ام. اه. فما اقصر ارتفاع توصله. تمام. يعني الدلتة بيروجي اتش على طول. تمام. تمام. بس نعوض او نغير او نحول التلاتة واربعة من عشرة. تمام. تمام. ليه? نيوتر العلمات التالية. لا انا 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 فهم يعني وجهة نظر منار. شيء اصلي منار برضو ولا سليل. منار من. تمام. الضغط هنا عند قاع المبنى. تلاتة واربعة من عشرة بي ايه. يبقى عند سطح المبنى بي ايه. يبقى الفرق في الضغط يا منار. الدلتة بيه. هتساوي تلاتة واربعة من عشرة بي ايه. ناقص بي ايه. يعني هيساوي كام? اتنين واربعة من عشرة بي ايه. اداك الضغط الجوي. تمام. ما اداكيش? برضو نقدر نقول ان اتنين واربعة من عشرة بي ايه. هيساوي اتش روجي. على طول. بس نغير البي ايه بقيمة الضغط الجوي. تمام. نقدر نجيب الاتش بتاعتنا اللي هو عوزها. اللي هي هتساوي اتنين واربعة من عشرة. بي ايه? في البي ايه بقى اللي هي عواضي بواحد وتلاتتاشر من ايه. طب نكتبها كده يا سيسا. تمام. يبقى اتش هتساوي? بتساوي اتنين واربعة من عشرة. بي ايه? في البي ايه. على روجي. احنا نعوض بقى البي ايه اللي هو واحد وتلاتتاشر من الف عشرة قس خمسة او ايا كان هو بالدهالي. تمام. هيتلع بقى سهلة منار. والرو الف والجي على طول بنعواضها طلعت معكم. منار يعني ما شاء الله. بس عشان يا منار تجيبي الاتش بالمتر هي بس الحتة دي اللي بتلقبط الطلب. تمام. عشان تجيبي الاتش بالمتر لازم قمت فرق الضغط اتعواضي بالنيوتن على المتر تربيه. فهو يعني هيتلوفة كده فالدهالي بقمت الضغط الجوي. تمام. يقول اللي هعمله هقول اتنين واربعة من عشرة في واحد وتلاتتاشر من الف في عشرة قس خمسة. نرجع تاني. معامل اللي زوجة مهم عشان بس معانا خمس دقايق وعايزين نقول التطبيقات. تمام. الايتا في اس هتساوي اف. المخرج دولة اربعة كمية. اربعة دقايق. تمام. اف دي اي في. القوة بالنيوتن. المسافة بالمتر. المساحة بالمتر مربع. والسرعة بالمتر على الثانية. المتر هتروح مع المتر. اهي. يبقى اول وحدة شباب. نيوتن. في الثانية. على المتر تربية. الوحدة التانية باول وحدة. لقياس معامل لزوجة. نيوتن في الثانية المتر تربية. هنفك النيوتن. نعم. اللي بعدها هنفك النيوتن. نفك النيوتن. اهو. تحت امرك يا دكتور. لاني انا جايب لون سؤال برضك شهير في الحتة دي. يبقى كيلو جرام متر على الثانية تربيع. بقيمة مينة يا شباب. النيوتن. وانا عندي ثانية وتحت متر تربيع. المتر تربيع او المتر هروح مع التربيع. والثانية هتروح مع التربيع. والثانية هتروح مع التربيع. بعد ازنك يا سسعة في ورقة كبيرة بقى. اه. نكتب الوحدة دي كيلو جرام. اه. على المتر في الساعة. لا ورقة تانية بعد ازنك. عاضر. لان السؤال ده سؤال امتحانات. وهيجيلكوا السنادة ان شاء الله. عاوزيلا. كيلو جرام. ايوا. على المتر. على. المتر في السانية. هم. ووحدة تانية كيلو جرام تحتها كمان. على المتر في السانية تربيع. تمام. يجيب لك اللي اتنين بقى في الامتحان ويقول لك. اسكر الكمية الفيزيائية التي توقاص بالوحدات الاتية. وكذلك وحدة قياس مكافة. تفاجأ ان الاتنين جمك تقريبا شبها بعض. كيلو جرام. على المتر في السانية. اللي هي كيلو جرام متر قس سالب واحد ثانية قس سالب واحد. والكيلو جرام على المتر في السانية تربيع. اللي هي كيلو جرام متر قس سالب واحد ثانية قس سالب اثنين. زي من الساعة ده قال. كيلو جرام على المتر في السانية معامل اللزوجة. خلاص. خلصنا منه. يبقى الاولاني معامل اللزوجة. طب الوحدة المكافة اللي احنا قيل لنا. النيوتن في الثانية على المتر تربيع. بدي اقول واحد. تمام. لكن انتو عارفين التانية دي بتساوي ايه? الضغط. لو رجحت للضغط هتكتشف ان كيلو جرام على المتر في الثانية تربيع يعادل الضغط. طب والوحدة المكافأة نيوتن على الثانية تربيع. يبقى الفرق بس ان الثانية هنا زيادة واحد بالسالب بتديني ضغط. اما الاولى معامل مين اللي زوج? بطرقة تانية. بص بصيني كده على الورقة كده. يقول لك كيلو جرام متر سلب واحد سنة سلب واحد. دي ايه معاني يا استسا. متر سلب واحد سنة سلب اتنين. يقول لك اكتب الكمية الفيزيائية التقاظ بها كل من مع ذكر الوحدة المكافأة. تمام? تطبيقات اللزوجة. هل تقولها? ولا نكمل. تطبيقات اللزوجة طبعا احنا مش هنلحق النهاردة كنت اتأمنى ان انا ابدأ يعني اقولها لكن مش هنبدأ. لكن هنقولها بعجالة كده كنقاط. ثم نشرحهم الحصة او المراجعة او الحلقة الجاية ان شاء الله مع المراجعة. اول تطبيق التزييد والتشحيم. احنا بنحتاج في التزييد والتشحيم مادة يكون لزوجيتها عالية زي الزيت. فيجي لك سؤال يقول لك عال ليستخدم الزيت كمادة للتزييد لان لزوجوتها كبيرة فتستطيع الالتصاق اكبر فترة ممكنة بالاجزاء الدائبة اللي هي متحركة ولا تنسب بعيدا عنها فتقلل الاحتكاك الذي ينتج عنه حرارة. لكن ممكن يجي لك سؤال يقول لك لا يصلح الماء للتزييد والتشحيم. بنقول لانه مقومته او لانه بينسب بعيدا عن الاجزاء الدائبة فبالتالي يعرض تلك الاجزاء للاحتكاك التي تؤدي الى تولج مزيد من الحرارة. ده التطبيق الاولاني. التطبيق التاني الحد من استهلاك الوقود في السيارات. لان العلماء الفيزيئين اكتشفوا ان مقاومة الهواء النتج عن الاحتكاك نتيجة سرياني السيارة في الطريق بتتناسب عند سرعات منخفضة ترضيا مع السرعة. يعني مقاومة الهواء بتتناسب ترضيا مع السرعة. بس عند حد معين. لما تزداد السرعة عن حد معين بتتناسب المقاومة ترضيا مع مربع من السرعة. وبالتالي فمن تطبيقات بتاعتها ان يلجأ قائد السيارة الخبير الى الحد من السرعات الكبيرة للسيارة علل. هقول لانه في السرعات المقاومة الصغيرة تكون مقاومة الهواء النتج عن الاحتكاك تتناسب ترضيا مع السرعة فقط. فبالتالي يكون معدل استهلاك الوقود طبيعي. اما اذا زادت السرعة عن حد معين فان معدل الاحتكاك ده او قوة الاحتكاك تتناسب ترضيا مع مربع السرعة مما يؤدي الى تضاعف استهلاك الوقود. ينقص لنا ينقص لنا اخر تطبيق اللي هو سرعة الترصيب ان شاء الله في الحلقة القادمة هيكون معنا مع بداية المراجعة ونبدأ نراجع مع بعض وهنبدأ بالغازات طبعا لان هي اللي فضلة الى ان نلتقي الحلقة القادمة. لكم من ارقة تحيات انتظرونا الحلقة القادمة والى اللقاء.